فهي حالة تترك المشجع دائما اللي يا أخي يا أثق فيه كل ما أثق فيك أنه أنا البالندور أنا اللي حاصل كرة الذهبية ما قاعد يصير فيني أتوقع يعني بنزيمة حاليا في هذه اللحظة في لحظاتنا الحالية خسر نفسه قميص بنزيمة هو اللي قاعد يلعب وهو بنزيمة اللي الاتحاد كان معول عليه متر وغابعا ثلاث مباريات وفاز فيها الهلال من ضمنها الاتحاد شيل كاس الملك شيل السور ادخل على الثقة أنه الكاس هذي لك فهل يقدر يجي النصر اليوم يهز التحف اللي قاعد يسويها الهلال اللي يبغى الرسمة تكتمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستكم الله بالخير العشر مبارك عليكم والله يتقبع مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال اليوم حلقة استثنائية قاعدين نصور يوم 26 إلى 27 الله يتقبع مننا ومنكم نصور بعدها ونروح إن شاء الله نصر للقيام لعل الجدولة السنة هذه مضغوطة جدا العيد قرب وفي نفس الوقت كل مننا عند التزام فنبغى نصور قبل العيد فقلنا بما أن الأربعة الكبارة بيلعبون اليوم في الدوري نتابع المباريات ونبدأ حلقتنا دكة 38 يمكن قبل ما نبدأ في جولة 27 نرجع شوي خطوة وراء جولة 26 ديربي و ديربي التيفيوات اللي بدأ في المدرس عندما يبدأ فرض الملعب الاتحاد بدأ في الذهاب remember وعلم الأهلي على الاتحاد بأنه للذكرى واحد صفر كيسيه في الإياب عاد الاتحاد مرة أخرى ورفع تيفو يلو أو دبل تيفو خلينا نقول يلو النمر الأهلي كان كان تيفو جدا يعني أقرب ما يكون تيفو يعني يوجه رسالة لللاعبين أو للمشاهدين سلو سلام أو أهلا وسهلا ورد الأهلي مرة أخرى في الملعب واحد صفر ولكن نبغي نتكلم اليوم فنيا داخل الملعب نتكلم عن سنة جمباراة نتكلم على الأحداث اللي صارت في المباراة كيف شفتوا الديربي كيف كان الديربي بالنسبة للمشاهدين وكيف كان بالنسبة لنا أحنا كطاولة دكة ياسر يمكن يعني إذا قارننا ديربي للذهاب بالإياب يمكن ديربي الذهاب أول شيء يطغى عليه وجود جميع على جانب في الفريقين كان أول مواجه للفريقين كديربي فكان كل فريق من ناحية عناصر الجنبية تتعرف على الفريق الثاني رغم أنهم شافوا شافوا بعض في مباراة أخرى ولكن أول مرة يتواجهون ديربي الإياب كل فريق داخل ناوي الفريق المقابل الاتحاد يبغي يرد الذهاب كفوز كخسارة والأهلي يبغي يأكد سطوته خصوصاً أنه في ملعبه المباراة الإياب وأكدها في الملعب لكن فنياً ما كانت بالمستوى المتوقع رغم الزخم الجمهور والحضور الجماهيري التيفوات الألعاب النارية أو الشماريخ أعطت جو غير طبيعي مع بداية المباراة ما أدري يمكن عنوان المباراة الرئيسي ضياع فروس من الاتحاد استغلال الهجمات من الأهلي لعب بهدوء وصول المرمى في أكثر من فرصة تسجيل هدف تقفيل على الملعب نهاية المباراة أنت كيف شفتها ولو بس ألك يومها بتكون شايفها بشكل بس بعد ما خلصت المباراة وارتحت يمكن اليوم قاعد تشوفها بشكل ثاني ونحن اليوم نتكلم طبعاً ونحن خلصنا الأهلي والوحدة بعد طوى انتهت واحد وواحد لأهلي والوحدة والله ما أعرف شو أقولك فنياً الفري جيم ما أرتقوا للقمة صراحة لا لأهلي ولا الاتحاد كان فيه أخطاء يعني شنيعة من كل فرد موجود داخل الملعب كان فيه أخطاء من قيارد وماتيس يعني الوحيد اللي كان حاضر يومها كان الجمهور يعني هو اللي ما أعطي القمة زخمها اللي تستاهله بس فعلاً برا ما أعطت الشعور اللي كنا منتظرينا من حيث إثارة ومتعة وندية وواوة إلى آخر ممكن أعطتني أنا شعور كهلاوي النفست بس الفوز على الاتحاد ما يعني كل شي بالنسبة لي كنت تتمنى أشوف فريق عارف كيف يفوز عارف يستغل الفرص اللي هو يوصلها عنده أخطاء أقل مفروض أنه داخل الدير باستعداد وبنفسية أحلام اللي موجودة في الاتحاد مع ذلك حتى رغم أن الأهلي أنت عرفت قيب شي بأنه كان الفريق اللي قاعد يستغل الفرص ما يستغل الفرص كان في لقطات كثير كان له اللي قادر يسجل منها أو يتصرف لعيبته بشكل أفضل ما سوينا كل الكلام ذا ممكن النجاعة كانت حتى أقل بمراحل في الاتحاد اللي وتيحت لها فرص كثير بس كل مرة بنزيمة جوتا حمد الله أي إن كان الاسم اللي ماسك الكورة في الأخير ما تصرف صح حتى رومرينه اللي ما كان يضيع الشباك فجأة يعني رجلة صارت تشتل فرصة حقه ما أعرف إلى اليوم كيف ضيعهم أنه هذا دائما المكان اللي دائما موجود في روما وهذا المكان اللي يسجل منه ما بيقولك كنا محظوظين بالفوز أعتقد عامل كثير اللي خلتنا نفوز بس أكيد أن الفنيا ما كان أحد الأسباب واقفتنا في الملعب انتشارنا بالكورة وبدون الكورة استمرار لا يعرف كيف أوصفها أقول عشو لا يعرف إذا حتى كانت فوضى الفوضى ينتجونها أفراد معينين في الفريق فهمت وتبدأ تلاحظها أنت بس ما كانت فوضى بس أنه يا أخي ما في شكل ما في نمط الأهلي ماشي عليه فهمت يعني الموضوع يطفش بالنسبة لي أنا كمشجع للأهلي يا أخي أنا حاب أشوف فريقي يخلق عدة فرص عالي مرة ويوصل بمختلف الأشكال والطرق المرمى الخصم مو معقول أني ألعب ضد خصم سين من الأندية وأشوف الفريق هذا واو إيش الضغط العكسي هذا إيش اللعب هذا من العم إيش الوينقات أو الأجنح اللي موجودة عندي قادرة تأخذ واحد اثنين أجي بعد كذا بمبارة بمبارتين ولا شيء من الكلام هذا موجود ولا شيء من الكلام هذا موجود نظراً لبعض اللعيبة اللي ما لها نفس كل مرة تلعب ونظراً اللي مدرب في أوقات كثيرة ويوقف ويتفرج فهمت؟ يعني أنا تفاهم أنه فيه كثير من العناصر الأجنوبية إلى الآن ما جابت العائد اللي مطلوب منها تمام؟ وأتفاهم أن الدكة مش موجودة فيها كثير من الخيارات زي الوضع اللي اليوم نحط فيه ماتيس وسبقاً نحط فيه في مبارات الاتفاق أنت اليوم ضد الوحدة تلعب بدون السداسة كامل اللي سجلتها في داية الموسم يعني قائمة فيها 30-35 لاعب فيها 6 لاعبين وسط ولا واحد منهم كان موجود اليوم للإصابات للاستدعاء في المنتخب اللومبي وللإيقاف فأفهم أن هذا موقف صعب أنت يا كوتش ماتيس تنحط فيه فتبدأ بإبانيز وفرميني وسميحان اللي هو الواحد فيهم أصلاً ينتمي للمربح هذا في وسط الملعب أو أتفاهم أنك تتعايش مع الظروف لكن نرجع للكلام اللي كل مرة كنت أتكلم فيه ليش الأهلي نادي ردت فعل ليش الأهلي اليوم لعب 80 دقيقة سيئة ونتظر الوحدة يسجل عليه وبعد كذا يتأذى بالطرد اللي طلع فيه عبد الباسط عشان بعدين تبدأ تستحوذ على الكورة وتبدأ تبانش راستك أكثر وتبدأ تكون حاد على المرمى وتقلب من اللعب على الطرف والثنائيات اللي ما توديه له تجيب وكل لاعب يبدأ يأخذ يعني يكون أجرة تجاه مرمى الخصم ما أعرف كيف أقيم الأهليان لليوم أنا أثمنى أجلس مع مشجع أهلاوي أو ظليع بعلم كرة القدم ويتكلم لي أن لا فريقك يعاني من كذا وكذا وكذا ما عندنا استدامة لا في الأشياء الإيجابية ولا عندنا استدامة في الأشياء السلبية فهي حالة تترك المشجع دائما اللي يا أخي أثق فيه ولا ما أثق فيك أطلب أنك تكمل ولا أبدأ أشحن جوالي وأشترك جيغا نت مضبوط عشان أشغلك في شهرين سابعة وثمانية ما أعرف أعتقد أن اليوم متأكدين من أن في كم لاعب ما عاد يستحقون الثقة فيهم أو أننا نبني عليهم تجاه الموسم القادم بس في لعبين ما زالوا في المنطقة الرمادية اللي أنا ما نعارف أثق فيك أو لا أشوفه مبكر الكلام من الآن عن مين لازم يكونوا الأسماء اللي موجودة عندي الموسم الجايبس لما نجي نتكلم على أفريق بقي إلى سبع جولات وهو تقريبا مستقر في المركز الثالث اليوم المنافسين تعثروا بالتعادل فما زال عندي نفس الفارق النقطي قدامي مباراة صعبة ضد الهلال بس حتى لو خسرت فيها أو تعادلت فيها مفروض باقي المباراة أتقدر أفوز فيها بيدي وما أنظر وراي يش يصير مع التعاون ويش يصير مع الاتحاد بس أنا اليوم لما أجي أتكلم على أفريق مفروض أو مطلوب مني يصير بطلة الموسم الجاي في عناصر كثير ما ينفع تكمل نهائيا وفي عناصر ببقى حاط عيني عليها وأشوف إيش ممكن أتابع معه الموسم الجاي أعتقد أنه مثلا فرمينو وماكسي وديمرال ما أحتاجهم السنة الجاية نظرا لأسباب منها أن خانتك أنا ما أحتاج أصلا أن يكون فيها أجنبي أو خانتك فيها أحد يأدي نفس الدور أو أنت ما تنفع عندي مع كل الحب والاحترام ممكن تناسب اسلوب وثقافة ودوري ثاني بس الأكيد أنه ليس الأهلي وليس في دوري روشن في أسماء أبقى حاط عيني عليها إلى نهاية الموسم في إبنيز ومندي وحتى لو كان هذا الكلام قد يبدو جنونا بس إلى الآن أنا ما أستطيع ثقة فيهم أنهم يكونون في فريق بطل وأنا هنا أجي أقول لك فريق بطل فريق بطل فريق بطل لأن أنا إنسان أبغى أنافس على الدوري لما أجي أشوف مين المنافسين صعب أنافسهم بلعيبة ما أقدر أثق فيها ما أعطتني عشر أو خمسة عشر مباراة بنفس المستوى فهمت؟ يعني الحارس اللي جاب لي مباراة الاتحاد وهو إدورد مندي وألف شكر له وهذا مندي اللي مفروض يكون طول الوقت الهدف اللي اليوم يعني ما بأحمله مية في المية بس يعني أخطأت في حاجات كثيرة مفروض ما تجيني من بطل دوري أبطال مع تشلسي وبطل قار رواوي لآخره إبنيز كذلك اليوم كان من نجوم المباراة مع رياض بس مع ذلك لازال هو في مرحلة تقييم مستمر حتى نهاية الموسم الأسماء اللي أنا متأكد منها أنها لازم تكون موجودة للموسم الجاي اللي هي فيقة ومحرز وكيسيح واش بنسوي حولهم الأسماء المحلية لو تشوف التوجه اللي صار في الاتحاد كل الكبار كل الناس اللي قضت سنوات في الدكة سلام عليكم ويمشي أنا ما عاد أحتاجك وأنا جالس ألقط من فئات السنية من اللعيب اللي أقدر أجربها فيما تبقى من الدوري ومش كحب للاستكشاف التجربة هي الظروف اللي حدث قاياردو والاتحاد إن همام الهمامي والظهير اللي صار اللي نزل مكان كادش وإلى آخر من الأسماء طرال حاج اليوم نزل بس مع ذلك كان فيه استقطاب لأربع لاعبين من الاتفاق كان فيه استقطاب للسكور من الشباب ففيه توجه وفيه فكرة أني أنا بحط نفسي على أول المسار وبأبدأ تحرك تجاه مستقبل للنادي هذا وأبدأ تجديد عبدالله هوساوي اللي صار في الأيام الماضية ففيه نسق واضح الاتحاد وش توجه أنا اليوم أسأل هل السير رون غورلي وهل لي كونغيرتن المدير رياضي وهل ماتيس شايفين اللي نحن نشوف اليوم يعني سميحان في نزول غريب جداً كان ممكن يكلفنا طرد في وقت أبكر الحالة بعد ما رجع للفارتشك ما تبين فيها كرت أحمر بس خطة تنزلت النزلة ذي في وسط الملعب وإسلامه ساوي جاري لملعبك وقدامه أربع غلط أبدأ الباصة تندي ولو فيه شك على الحالة بصراح لنا ما شوفها طرد لأنه كان موازي للبسام الحراجي بس ياكي حاول تضايق اللاعب لو راح منك خلاص أنت كل عليك أنك تضايقه تشدة زي كذا يعني النوع هذا من الشخصيات داخل الملعب أنا ما أثق في أنها تقرأت تصنع فريق بطل تمام في مواسم ماضي كنا نقول الوضع العام للفريق والظروف ما تساعد اللاعب الناشئة أو اللاعب اللي في بداية مسيرته أنه يتأقلم وأنه يعني يلقى أفضل نسخة منه بس اليوم أنت حولك 7-8 لعيبة الأضواء عليهم ولعين عليهم فمفروض أنت ما عليك ضغط كلاعب محلي موجود في النادي فهمت؟ بس تثناء إذا كانت خانتك حساسة وحركية جدا زي فراس لأنه فراس هو اللي مطلوب مني يسجل كل مبارا ففيه تقريبا لود أو حمل أو ضغط عليه بأنه لازم يكون في أفضل حالاته دائما فأسأل الأخوان في الدار الرياضي أنا في النادي وفي دارة النادي هل أنتم شايفين اللي إحنا شايفين هل أنتم عارفون أننا لا نحتاج إلى السنة الجاية؟ أتمنى أن الشغل للموسم الجاية يكون بادي من الحين ويكون هناك خطة واضحة للموسم الجاية لأن في أوروبا لما مثلا بدأ موسم 23 البورد الرياضي كامل يجلس مع المدرب المجلس الرياضي يجلس مع كامل الفريق ويبدأ يقول لك أنا خطة الـ 24 تكون زي كذا لا تتوقع اليوم أنه فيه شيء قاعد يدرس فيه لا أعرف حتى لو صار لماذا تعرف؟ لماذا تعرف؟ وهو دراسة شيء داخلي سلام عليك يعني الأشياء هذه سواء صارت أو ما صارت نحن كجمهور في الأخير ما رح نعرف إلا بإجتهاءات لخبر صحفي أو يعني لظهور للرئيس التنفيذي وأنه في تحركات من عندنا وإحنا شايفين وأكيد ما رح يقول لك أنا بمشي فلان وفلان وفلان من الحين لأنه باقي فيه موسم شغاله فيه مباريات ومن الغير احترافية أصلاً أنك تطلع بالشكل ده بس هو السؤال دائما نسأل نفسنا هل أنتم شايفين زي ما نشايفين؟ لأن إحنا كنا نعتقد أننا وليت دارة متفقين أنه في الفترة الشتوية الفريق محتاج كم تحرك محلي في فكرة لإعادة إليوسكي مكان أحد المحترفين اللي ممكن ما يلعبون فكان عندنا نفس الاعتقاد أننا وياكم على قاعدين طالع من نفس المنظور فإلا جماعة تحركوا قررنا ننهي السوق الشتوية بدون أي تحرك أو أي تدخل سواء في الأجانب أو في المحلين أفهم أن الأجانب لا تستطيع تغيرهم ببساطة ولا يجب أن تدور لهم عروض وتتفق اتفاق معهم لا 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 ما عليك وفيه يعني إجراء طويل عشان تنهي العلاقة التعاقدية مع أي محترف أو تعييره بس اللعيب المحلين السوق المحلي كان قدامك متاح وكان فيه عناصر أنت قادر تخلص معه سواء أسماء في ستة شهور أو أسماء باقي لها سنة سنتين بس أنت الأهلي مفروض عند قوة شرائية أو إلى آخر فتبدأ ترسم من الشت الماضي ما صار أي شيء فهنا تصير في هزة كذا ما بين المشجع وإدارته هل إحنا في مكانين مختلفة طيب يا جماعة إذا أنتوا ما عندكم طموح للموسم الجاي قل لي من الحين لأن أنا جالس أعبي لك الملاعب وواصل 330 ألف وناوي خلص الموسم وأن الأكثر حضور أنا ما أتركك أنا حتى رعاتك اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي أنا أحرص أني أجيب لهم ريتش عالي وتفاعل وإلى آخر من جهة استثمارية ومن دور للمشجع الرياضي تجاهنا دي طيب إحنا مع بعض أو إحنا لحالنا شوف بخصوص الديربي أنا بالنسبة لي أريد أن أسألك في النقطة ثانية في الديربي عشان كذا أبغاك تسهب أكثر أبو سعد يمكن إبراهيم غايب اليوم بعد وصل جدا ما شاء الله بعيد بدري فأخذ صوت الاتحادي اليوم وأتناقش معكم فيما يخص الاتحاد أني قاعدت أتكلم مع إبراهيم أقول له إيش رايك في اللي صار في الديربي الحالة اللي قاعدة تصير مع بنزيمة في الاتحاد وتحديدا مع حمد الله ويمكن كثير من الجمهور شوفنا مقاطع متشرة الأيام الماضية بنزيمة يعني كأنه ما بقول أنه ما يبغي يلعب ولكن كأنه يستقصد عدم التعاوم مع حمد الله في بعض الحالات رغم أن حمد الله يكون متاح له في لحظات مرة كثيرة في الملعب كان بيمكن يلعب مع الوان تو ولكن يفضل دايما أنه يكون المبادر الأول أن يسجل هل بنزيمة قاعد يمر الآن بحالة ذهنية متأرجحة ما فيها تركيز فيها بدأ يكون فيها شك وعدم ثقة في النفس أنه أنا البالندور أنا اللي حاصل أكرة ذهبية وش قاعد يصير فيني ليش أنا أضيع ليش ضربات الجزاء حظي فيها بهذا الطريقة وبناء عليه قاعد يتصرف بالتصرفات هذه لأن التصرفات اللي قاعدة تصير مع بنزيمة يعني شفت واحد كتب وأنا أنت تذكر يعني أكثر مني يذاكرة في مدريد ولكن شفت واحد كتب تغريدة يقول أن بنزيمة اليوم كأنه قاعد يعامل الحمد لله بمثل معاملة كريستيانو لبنزيمة أيام كان في مدريد في عدم إعطاء بنزيمة فرص أكثر والدليل أنه ما نجم بنزيمة بالطريقة ومفجر إلا بعد خروج كريستيانو من مدريد فيه أنانية لحظات كثيرة مع بنزيمة فيه فرص كثير كان بإمكانه يصنع منها أو ينهي فيها هجمات مع ذلك تلقى يتعامل معها بتعامل يعني ضاعت يعني شاللي صار شرائك شوف أول شيء ديربي الصراحة جمهريا وفا وفا كامل الوفا صراحة أنا جالس في مبارات منبهر جدا بالجماهير فشكرا ما قصروا أما على حالة بنزيمة رغم لو جينا للمقارنة كطريقة لعب أو كلعب أو كأسلوب بنزيمة وكريستيانو أو بنزيمة الحمد لله في الاتحاد على الأقل يعني كريستيانو أعتقد أعتقد أن أكثر لاعب صناع له هو بنزيمة في مسيرته يعني إذا ما كان الأول طرح بيكون الثاني فكان فيه انتاجية من بنزيمة حتى بصناعة الهداف اللي شوفها بنزيمة في الاتحاد تقدر تقول أنها ما فيه يعني شو نقولك ما فيه ثقة بس أنك في نفس الوقت تقدر تستغربها تقول كيف بنزيمة الكرة الذهبية بنزيمة الكرة الذهبية بنزيمة المسيرة الحافلة في الريام مدريد العنصر المهم في الريام مدريد في الأبطال والهاتريك اللي صار مثلا في تشيلسي وباريس والحضور الكبير في مبارات سيتي تتفاجئت كيف بنزيمة الآن أنا أحتاج أن أرجع للثقة هذا الآن مجهود أصعب على الاتحاد كلعيبة وكإدارة وكمدرب وكجمهور أن يرجع ثقة البنزيمة في وقت أن بنزيمة يحتاج أنه بنفس يرجع ثقة بنزيمة مع الاتحاد أنا شوف أنها يعني يلعب برود يلعب أنتاجيها أقل مزاجي درجة كبيرة أنا حاولت يعني أنا محب البنزيمة حاولت أني قاعد يعني آخذ وأعطي مع الاتحادية لين جيت في نفس حصلت نفسي في منقف أبداً هذا مش ولا ولا 2% بنزيمة 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 اللي كان خارق جداً على الطرف بنزيمة اللي كنت أنتظره يسجل وأعرف أنه مسجل من ربطة من ربطة يده فاقد شغف ممكن نقول حساب ياسر في تترى فاقد شغف بنزيمة ما يحتاج أنه يجد نفسه بنفسه في الاتحاد يلعب مع المجموعة أكثر نجاحك في بداياتك بأسلوب جديد في دوري جديد هو اللعب مع المجموعة والتواضع وأعرف أن الدوري هذا أو النادي هذا قبل أن تيجي كان بطل دوري بطل دوري باستحقاق فأنت الآن جهودك أنك تحاول أنك على الأقل إذا ما جاء بالدوري يكون الوصيف أو يكون حاضر في البطولات الاتحاد الآن طلع من كاس العامل من السوبر من كاس الملك من آسيا هل بنزيمة الآن بيكون متواجد وبرجح كفة الاتحاد في السوبر وفي كاس الملك هل بيظهر بنزيمة بيكون يعني سك غفران أو يعتذار بنزيمة للجمهور الاتحاد إلى ساعتك الآن ترى جمهور الاتحاد ما بين بنزيمة الاسم الكبير والنجم والكرة الذهبية واللاعب المهم في ريامة دولة في آخر سنوات وبين أنا عندي كجمهور عندي مصلحة للنادي أنا أبغى النادي تجيب بطولة أبغى النادي على الأقل يصل إلى أبعد نقطة ممكنة ممكن نهاية سوبر أو نهاية كاس ملك أنا مثل مثل المشجع الاتحادي متفاجئ جدا من بنزيمة وهل بنزيمة ما كان يدري عن وضع الاتحاد مثلا ما كان يدري عن الأسماء الموجودة أو اللي راح تيجي الاتحاد وكلنا ندري أن بنزيمة كان سبب رئيسي ممكن في في الربكة اللي صارت مع نونسانتس في آخر في آخر فتراته الآن بنزيمة أنت السبب أو أنت الرئيسي في التغير اللي صار في الاتحاد مدرب ممكن نقول من عناصر ممكن نقول من طريقة لعب لكن الآن أنت بنزيمة ما تجالس تحصل نفسك في الاتحاد بنزيمة يمر بحالة شتات وهو يلعب أبدا تضيع فرص تضيع ضربات جزاء حتى البينيات اللي لعبها بنزيمة أبدا فما تجالس سويها مع الاتحاد كلي أحس على كلامك الأخير جزية البينيات اللي يلعبها الونتو اللي كان بينه وبين حمد الله لما تجاوز حمد الله وكان بيعطيه كعب أو شيء زي كده ووقفت كورة في النص توضح لك مدى أن اللاعب ما هو ما هو ما أدري ما هو موجود يعني ما إحنا ما إحنا قاعدين ننظر بس يا أخي نلعب كورة يا أخي لما اللاعب الباص ما يطلع من الرجل بالطريقة الصحيحة أو تحس أنه يبغى يعطي اللاعب اللي معاه وما يعطيه ومتردد وفجأة ياخذ قرار في آخر ثانية وتوقف الكورة في النص واللاعبين يتفرقون تعرف وقته أنه اللاعب ما هو ما هو ما هو يعني ما هو في لا هو في التركيز ولا هو عايش جو المباراة والمثال اللي شبهت لك يا يوم أقول لك يا مدريد ما أقصد أنه كان يخدم على كريستيانو أقصد العكس أقصد كريستيانو في لحظات كثيرة كان يتأنن على بنزيمة ما يعطي بنزيمة الكور فكأن بنزيمة اليوم قاعد يكرر الكرة بس العكس أخذ دور كريستيانو فإنه ما يناول الحمد الله في لحظات كثيرة فهمت الفكرة عكس حمد الله اللي في لحظات كثيرة يقدر هو ينهي ولكن يعطي بنزيمة عكس حمد الله اللي في مبارات المبارات اللي اعطى فيها بنزيم الفيحة هي الفيحة لما اعطى تضح انه حمد الله هو المسدد الاول وجاءت لك طبعا من الجمهور انه حمد الله اخذ الكرة وجاء بنزيم المبارة المنطقة وعطاه كرة الكرة يسددها لكن انا احس ان الموضوع وبربط مع عمر لانه احس يذكرني بكريستيانو الموسم الماضي لما كان كريستيانو ضايع نوعا ما في الفريق وكأنه مو محصل الاوراق الناقصة والقطع الناقصة في الفريق اللي يتخدم عليه بالطريقة اللي هو متعود عليها حتى جاءت فترة انتقاط الصيفية واختار الاسماء واشرف عليها واضح اصلا نشراف كريستيانو على الاسماء من ضمنهم اوتافيو هل اليوم بنزيمة وكريستيانو اذا صح التعبير هم لاعبين بحكم اللي قاعدين نشوفه في بعض المباريات هم لاعبين لا يمسون من المدربين في لحظات كثيرة يعني مثلا في لحظة من اللحظات في مبارات العين ما في نصراوي اللي قال طلع كريستيانو كريستيانو مو في المبارات مو موجود بنزيمة امام الاهلي في لحظات كثيرة دقيقة ستين خمس وستين طلع من جول مبارات ولكن ردة فعل المدرب ما تكون زي ما يتوقعها المشجع تلقى يطلع كل الفريق الا بنزيمة وكريستيانو فهل اليوم هذول اللعبين هم اللعبين اللي يبنى عليهم الفريق؟ سؤالك طويل سالفة طويلة سالفة طويلة بس انا ربطتها بكريستيانو العام لان كريستيانو هو اللي يبنى الفريق شف ناخذها جزئيات في خصوص ان اختار اللجانب ما عندي معلومة صراحة محمد لا هي مي معلومة انا اقول لك ياها من اللي قاعدين نشوف انه واضح ما ادري رتافي خصوصا برتغالي وفي البرتغال ويعرف كريستيانو البرتغاليين ما عندي معلومة بصراحة يعني ما اقدر اكدلك ولا اقدر اقول انت غلطان فمن ناحية سلوب اللعب اختلف كريستيانو السليفاتي ترى حتى رغم ان الفريق ما كان جاهز ورغم فرق الاسماء اللي كانت في الموسم وفرق الفريق حتى فرق البيئة والمدرب ما يعني قدر اقدم شي كويس ترى توقع طلع الموسم اللي فات تكلم 17 16 هدف حولها كويس الكريستيانو بنص موسم تقريبا ستة شهور ترى تتكلم عن فريق حالته كان تعبانة جدا فالسنة اللي فاتت كان يعني كان العنوان اللي انا كنت احب اقوله عن كريستيانو النصر انه مو بلازم تخلي كريستيانو يفهم كيف طريقة اللعب النصر فهمتو قلتها سابقا يعني هو تدور على كريستيانو اللعيب لازم يفهم كيف كريستيانو يلعب تلعب له وزي ما شفنا الان كريستيانو قاعد يكسر ارقام وصل للمساهمة بفوق الخمسين تجاوز عدد يعني مساهمات تتجاوز عدد مبراياته في فريق يخدم على كريستيانو وهو الشي المعتاد اللي نشوفه تقريبا مع مدريد يعني انت تعرف مع مدريد كورة على الطرف من كربخالو او على مرسلو رأس كريستيانو وقدم كريستيانو هي هدف فالابطالة شفناها كثير يعني لما تجزأ هاتريكات او الاهداف اللي جابه كريستيانو في دورة الابطالة بتشوفنا جاي من الطرف او مثلا من كروس مودريش اغلبا من الطرف يعني كربخال ومرسلو هذا اللي خلاني اجيب الموضوع في حالة بنزيمة من بداية الموسم كانت واضحة انه حتى كنا نتكلم عنها انه لازم اجنح يلعبون معاه هو يحب اللعب اللي يطلع بره الصندوق يلعب مع الجناح وانتو شوفناها مع فينيسيوس في مبراس بريشلونة وذكرنا فيها مثال لما كانت الاهداف كلها كانت صناعة بينهم في حالة بنزيمة الموسم هذا هو المهاجم يعني ما يلقى نفسه او ما يعتذر بالفريق الا بهذه الطريقة لانه يسجل اهداف زي ما قال مع هذا قبل شوي انه عندك السوبر وعندك كأس الملكي كذا تقدم اعتذارك يا بنزيمة ما يحتاج مثلا تغريدة تصريح ما نحتاج اي شي تقدم المهاجم يعتذر بالاهداف وبحسم المبرايات في الاهلي ود الاهلي بنزيمة ما كان حاضر وتكرت اللقطة اللي انت قلت عنها الكعب ترى سواهم كذا هاتمرات الحمد لله وكانت انقطعت ما هو بلاقي نفسه ما نبعارف ليش اتوقع يعني بنزيمة حاليا في هذه اللحظة الى لحظاتنا الحالية خسر نفسه قميس بنزيمة هو اللي قاعد يلعب ما هو بنزيمة اللي الاتحاد كان معول عليه لكن بنفس الوقت الحالة تفرق الموسم الجاي مثلا اذا استمر بنزيمة وبنوا فريق عليه ثامت النقطة يعني عمر يقصد ان في لعيبة هم اللي يتكيفون مع المجموعة بالضبع وفي مجموعة وفي لعيبة لازم المجموعة هل يتكيف مع اللاعب بس في نقطة بنزيمة والمجموعة اللي تلعب معها ما في شك ابدا ما في نادي في العالم ينجح خلاص ايام كريستيان ومسي ولت اللي لاعب يشيل لك من منظومة الآن منظومة تكاملية قاعدة لازم كل لاعب يبدل المجهود الصح والمتوقع منه عشان يمشي الفريق صح والمجموعة الآن اللي قاعد مع بنزيمة يصير مع الاتحاد حتى بالاسماء الاقل ممكن نقول ممكن نقول روما والحمد الله ومثلا حجازي انها مفروض تصير في اسماء عالمية عشان بنزيمة بنزيمة ما يجالس حتى ولا واحد في المية مع المجموعة يشتغل مع المجموعة هذا كلامي والمشكلة لما تيجي تقول وش اعذار بنزيمة ضغوط انا متأكد ان اللعب في الضغوط اقوى واصعب من الضغوط هذا اللي قاعد يلعبها مع الاتحاد جماهير لعب في ملاعب اصعب من الجماهير قاعد يواجهها مباريات كبيرة لعب مباريات كبيرة اقوى من المباريات الموجودة الان فما في اي عذر الا انها الاشكالية الكبرى من بنزيمة نفسه انا توقع خسر نفسه بل انت كاس العالم خلاص هناك كانت نقطة انا اشوف ان بنزيمة هو نفسه لازم يجد نفسه حل طب اسألكم سؤال يعني كثير احداث تصير فتخليك تبدو تسأل اسئلة لحنا متفقين ان اللعيب العالمي اللي موجودة عندنا اليوم يعني خاضت معارك اكبر من اللي موجودة حاليا فهمت من حيث قيمة متنافس ضعيب لما تشوف كريستيانو يستفز بسرعة في اكثر من ملعب ويطلع منه تصرف معين بنزيمة لما تشوف الحالة الذهنية هذه الصعبة بدأت تأثر عليه وفي كثير مبارياته وخارج المود وخارج الفورمة ولو ترجع اللعيبة كثير من اللعيبة اللي كلاس اي مثلا او كلاس عالمي جدا مثلا بنيقة في اوقات كثير مع الشباب في مباريات معينة تبدو تسأل نفسك هل يعقل الضغط اللي موجود في السعودية واللي تسببه السوشال ميديا عندنا وكيف انه جمهورنا يعني ما رح يرحمك اذا كنت سيء او بيوصلك السماء لو بس اعطيتها الفرح اللي هو ينتظرها هل الضغط عندنا هل معقول الضغط اللي يعيشون اللعيبة في السعودية يوازي الضغطات اللي موجودة للاعب في الليقة ولا البريمير ليغ ولا كالتيو ما اتوقع ما اتوقع اللي نشوفه في السوشال ميديا في اوروبا لعيبة الجمهورنا على الجماهير الجمهورنا على اللعيبة عند النادي يعني تشوف اللعيبة بسياراتهم كيف المضايقات والازعاج قاعد يجيهم ضغط السوشال ميديا انا اعتقد انه بضغطة زر او ب انك تحط الجوال على وجهك هذا يبعدك بشكل كامل ادارة اعمالك كلعب عالمي تقدر تفصلك بشكل كامل عن حبور السوشال ميديا طيب حقا تكفيلة انستغرام وحذف البوستات هذي دلالة ليش الكلام اللي سمعت انه فيه شركة مسكت حساب بنزيمة الموضوع ما نعلاقة لانه اصلا حذف وعرض ونزل الى صح بس ترى انا انا اشوفنا حالات ضغط تختلف يعني السؤال ياسر كان جميل لما اذكر مثلا بنزيمة وكريستيانو وفرمينو صح بنيقة بنيقة فيه منهم انتاجية يعني مثلا بنزيمة فيه فترة مثلا الفترة السابقة مو بالموسم هذا والقبلة فيه ضغط بس كان فيه انتاجية كريستيانو فيه ضغط لكن ترى الانتاجية في الدورة الان 29 هدف بنزيمة فيه ضغط بس ما فيه انتاجية انا اشوفهم فيه حالة بنزيمة حالة مختلفة مرة مرة على اقل كريستيانو كان فيه ضغوطات كان فيه اعلام قاعد يتكلم فيه اشياء بس كان فيه على اقل انتاجية قاعد يخدم يعني بمسبب أكبر قاعد يخدم الفريق لكن بنزيمة في ضغوطات فرنسو ما قاعد يخدم المجموعة الضغط اللي حسه يواجه بنزيمة داخليا أكثر من أنه خارجي كريستيانو ممكن لما تجي تفند حالته تقول اللي قاعد يضغط كريستيانو مواجهاته للهلال وأنه ما قيد فاز على الهلال في غير كاس البطول العربية مثلا لما تجي تفند حالة ميم مثلا رياض محرز فاز في الديربيات بس ما فاز مثلا عن نصر الهلال يريد أن يفوز بنزيمة حالته تحس الداخليا أن حمد الله أفضل مني حمد الله اليوم الجماهير تصفق له حمد الله قاعد يقول للجماهير صفقوا لي فهذه بالنسبة لي أنا كمعليش كرة ذهبية أنا حامل حامل كرة ذهبية معليش مع احترامي الشديد لحمد الله أنا أتكلم عن لسان بنزيمة هو اللي يدعمني مفترض أنه أنا دوري هذا إشارة كابتنية إنشارت مني البلانتيات إنشارت مني أصبحت يعني إنشارت كل العناصر اللي تخليني في مكان أقدر آخذ ثقة وارجع من جديد يعني شفنا في فترة من فترات الموسم الماضي يمكن حجازي في فترة من فترات جت تعثرات للحجازي أو جت هفوات للحجازي هو شايل الفريق وقته هو كان حامل شرط القيادة مع ذلك قدر يرجع حجازي بنفسه قدر يرجع بالفريق قدر إنه يكسب ثقته من جديد بنزيمة اليوم تحس أنه قاعد يصارع حمد الله أكثر ما أني صارع الضغوط الخارجية يعني اليوم أنا كيف أطلع بتقييم خلنا أصغرها وأخليها في نطاق ضيق أعلى من تقييم حمد الله خليني اليوم أسجل أكثر من ما أسجل حمد الله أو أساهم أكثر من ما أساهم حمد الله منافسة صحية يعني ما أدري أنا حس أولا أوصل مرحلة الضغط أنا اليوم ما أنافس فريق أنا اليوم أنافس صديقي في الفريق أحس أني تكررت كثير معي صح في مسيرته هيقويين هيقويين وبنزيمة يعني في فترة من الفترات كانوا يتنافسون على الخانب فهمت وهذا لها أيام وهذا لها أيام بس تحسها جاي على متأخر مع بنزيمة مو على متأخر يعني وعلى بعد يعني بطولات بنزيمة أول لما كان يصير مثلا مداورة بينه وبين هيقويين بنزيمة كان لسه في مرحلة بناء المسيرة الرياضية فهمت أو المسيرة الكروية لا فهمت فلما يأتي مثلا بيني تيز ولا بيلي كريني ولا أي مدرب درب الاثنين في الفترة ذيك بنزيمة ما يحق ليقول ترى أنا البالندور روك أنا خيارك الأول ترى أنا الكابتن صح بس الحين فيه امتيازات كثير بنزيمة يشعر أنها سحبت منه زي أنا ليش ما أصير المنفذة الأول ليش أنا سحبت مني الكابتنية ليش أنا تتم معاملتي داخل غرف الملابس بالطريقة هذه فهمت؟ يعني فيه مقطع انتشار قبل ثلاثة أسابيع أو قبل أسبوعين من مبارات الاتحاد والفتح بين الشوطين اللي حجازي كان ساحب أحمد الغامدي وقاعد يتكلم معه في غرف الملابس بين الشوطين قلت أنت تقدر تفجيرنا لا لا كان قاعد يقول له كل ذا قيم اللي بترجمتها الكروية ادخل خلصنا المبارات هذه فهمت؟ فكان قائد الفريق جالس يتكلم بصوت مسموع لكل لاعب جالس في غرف الملابس لكل شخص بزيمة ما كان موجود بزيمة ما كان موجود بسترة كان في حمد الله وكان في روما فقائد الفريق قاعد يتكلم مع الولد اللي عمره 21 سنة يقول له اسمع جبلنا للمبارات والنقاش هذا دائما يصير في كل أندية الكورة أنه دائما الفريق يروح للمهاجم خلصنا خلصنا من المبارات هذه الموضوع عندك فلما يصير التوجه لأحمد وأنه يتكلم معه بشكل ذا هي قدمة إيجابية أنه ما شاء الله أحمد الغامدي بالعمر ذا قاعدة تنحط له الثقة ذي والوزن ذا داخل غرف الملابس والضغط إلا أنه تجي تفكر يعني حمد الله روما يعني الأمور داخل غرف الملابس في الاتحاد ما هي مستقرة وصعب تيجي اليوم تلوم قياردو ولا تلوم الرئيس التنفيذي والحاجة لأن كلهم جوا في ظروف مركبة ومجمعة على بعض وفاجأة في نص موسم يلا مطلوب منكم يا جماعة تحققوا كل المستهدفات اللي الجمهور ذا يبغاها فحالة صعبة اللي عيشها المشجع الاتحادي ما هي مشكلة بنزيما نفسها ايه أنا حسك يعني ككبتنية أنت ما تستحب كبتنية حتى مع ريال مدريد آخر موسم لما كان تطلع الكلبات اللي مثلاً فينيسيوس في الزاوية خانقينة ستة وبنزيما قاعد في النص يتفرج في يأتي تصميم كده حطون راموس أبيض والسود وينكا راموس فأشوف موضوع كبتنية مع بنزيما هيه مو بس كبتنية عمر هو كبتنية تنفيذ بلانتيات معاملة خاصة أنا أقول لك أنا ما أقول لك رايكة مشجع أنا أقول لك أن أحاول أفهم الحالة يعني الحالة النفسية اللي بنزيما الآن قاعد يفكر فيها يا جماعة جيتكم وأنا قد الدنيا سويت يولي استقبال فيه ستين ألف جبت لكم هديتي معاي البلندور وقاعد أمشي فيها فأنا ترى مفروض هنا أعامل معاملة كريستيانو في الاتحاد ومفروض لي قدره قامه وبعد كذا بدأت الظروف أو الكرة الثلجية هذه ستكوم عليها يعني أنا أقول لك شيء حسنا هو أصلا نفسه بالضبط بدأ بهذا الحوار مع نفسه فأين توقع وصل فيه اليوم لا موضوع يعني موضوع الكبتنية عشان بس أخلصه الأشياء هذه أنت ما تطلبها الأشياء هذه أنت تستحقها وتكافع عليها يعني منفذ أول أنت لما تضيع ست بلانتيات ما راح أجيك بلانتي السابع وعطيك بلانتي وقلت فضلا أنت منفذ الأول بس هذا اللي صار بس هذا اللي صار الحين نشوفنا حمد الله ضيع في مرة اليوم فهمت بعد ما ضيع بن زيمة صارت كثير هذا الموسم أنت تشوت المرة هذه أنا شوت لا خلاص بلحمد الله هو اللي يشوت طيب يا ناس إيش قاعد يصير في موضوع الكبتنية كذلك أنت ما تطلبها أنت تستحقها في يوم إذا في يوم شفت مثلا حجازي سلبي على الفريق بيكون شيء طبيعي إذا سحبت منه شارة القيادة مثلا إذا بن زيمة كان سلبي على الفريق ولا يحفز وأنت واقف لي في نصف الملعب تنظر بكل برود كأنك كذا مسمار طبيعي بسحب منك الكبتنية كذلك كراكلات الجزاء إذا بدأت تضيع حتى في الهلال إذا صار هذا الشيء مع أي لاعب بيصير نفس ردة فعل بيصحب منك الكبتنية وبينتهات نفس الشيء في أي نادي آخر يعني اللي أنا شوفه مع بن زيمة شيء طبيعي جدا إذا أنت ما رح تكون كبتن كويس طبيعي بسحب منك شرط القيادة إذا ما تكون منفذ كويس طبيعي بسحب منك هي مفهومة أنا فاهمك قصدك إذا هو جاء جاء بعظمته جاء بكريم بن زيمة آخر من فاز بالبلندور فأنا أستحق هذه الأشياء مو بلازم أطلبها لكن اللي هو مفاهمة وأغلب اللعب مفاهمين أنا كنت جيت هنا دوري جديد ترى أنت ما سويت ولا شيء عندنا اسمك جديد عندنا في لعيب اسبقوك ترى في التاريخ مليان عندنا مهاجمين أنت ما سويت شيء لالاتحاد إلى الآن ما راح ألعبك على أساس أنك فايز ببلندور فهمت؟ أي شوف تشوف اللقطة دي مثلا حق تنبرات الفيحة اللي حمد الله يأخذ الكورة على أساس أنه هو المنفذ بعدين يروح يرجع الكريم ويعطيه يقول له روح شوت يلا بك ترجع للثقة أنا أجزم داخليا أنه بن زيمة مو مبسوط من الحركة دي لما تصير معاه فهمت؟ اللي ميت ليش؟ فهمت؟ بس إيش المشكلة؟ ما يقدر يعطيه الكورة يقول له روح نشوت يعني كذا محسوبة عليه خطأ أكبر خلينا نمشي في نفس التسلسل ارجع شوف تنفيذ حمد الله اليوم ضد ماي لسنو ضد التعاون أول مرة حمد الله ينفذ بالسوء هذا التنفيذ كورة ضعيفة كورة لا هي في الزاوية ولا هي في النص لا هي أرضية ولا هي عالية كورة سهلة بس تحتاج أن الحارس يروح معها لأن أنا أعتقد أن الموضوع الآن صار حمل بعد على حمد الله اللي أنا كنت دفه أبغاه يرجع يستعيد ثقته وما مشت معه فأنا الحين حم بلشت بنفسي حم بلشت بعمري ففيه يعني مشكلة نفسية قاعدة تصير وحم الكبير قاعد ينحط على كل لاعب في المجموعة هذه تمام نظرا للظروف اللي جمعوها على نفسهم نظرا لأن كيف كل سيناريو أني فجأة أبلعب خمس مباريات مع الهلال السنة ذي وكلها خسرتها كيف باستضيف مونديال وبيجي الأهل المصري يفوز عليه ثلاثة صفر في ملعبي وأنا مضيع فرص ومضيع بلانتيات وجمهوري آمالة كبيرة والعالمية دي أنا قاعد أفكر فيها مو من بداية الموسم أنا قاعد ألعب الموسم الماضي وأنا جالس أفكر فيها بعدين تيجي الشتوية ويقرر الفريق يستغني عن كم لاعب من الأسماء اللي كانت يعني من الأساس حقي اللي جبت فيها ففيه مشاكل كثير مهم الاتحاد بس يعني يعني بالعامية يتخرج من الموسم هذا فهمت؟ مهم يكون عارف الآن أن ترى روما وبنزيم الحمد لله ترى ما في مستقبل للثلاثة ذا فهمت؟ جوتا أنا ما أعرف أبغاك ألا ما أبغاك أنا لازم أحدد اليوم أنا وش وضعي معاك وش فكرة اللي سلوب الجاي فأنا أقول لك أنه صار فيه تحركات من الشتوية الماضية للحين وفي نهج واضح الدومينغو والمدير الرياضي اللي جايبين من بيتس والقاياردو ففيه خطوات أنا قاعد أشوفها اليوم بس في جزئية اللعيبة المحترفة وش بتسوي؟ فهمت؟ في ظل هذا العدام الثقة هذا كله والصدام اللي قاعد يصير في خط الهجوم من الاتحاد أو خط الهجوم من الاتحادي في لاعب استثناء كانتي الاستثناء في موسم الاتحاد كانتي غريبة لماذا؟ ما تفسيركم بصراحة؟ كفروا والله اتحقوا درع اتوقع ما أدري أكثر متفائلين مع بداية الموسم ما كان متوقع أنه كانت ممكن هو يكون الأبرز يمكن كان عليها أذكر في أيام التوقيع كان عليها نوبة صح أنه يعني نوبة غضب واستياء أنه خلصوا المحاور صح يبلي مصاب وزن زايت وانتشرت مقاطعنا وهو يمشي في عرجة اي والله لما أحس يعني شون أقول لك هو الحالة الاستثنائية الحلوة في الاتحاد وش السر أتكلم كالجان كانت نفسه كانت نفسه بعد مرحلة الشك اللي صار فيها مثلا بعد تشلسي مثلا والمرحلة الغياب الفترة الأخيرة في تشلسي بسبب إصابة ثم عودة ثم عودة ثم عودة ثم عودة ثم إصابة يعني كان لازم يجد نفسه في الاتحاد وأنه أنه يستحق أن يكون ركيزة في الاتحاد في بداية التغيير أو بداية مثلا نقول الاستحوات أو بداية التغير بشكل كامل في الدول السعودي أنه راح يذكر اسم كانتي الأول في الاتحاد من أول الأسماء والركاز اللي غيرت في الاتحاد واللي كانت من الصفقات الحلوة واللي كانت مؤثرة واللي كان غيابة يرجح كفة الخصم على الاتحاد بس شوف أنا عادة اللي نعرفه لما لما تقول اللاعب لقى نفسه تقول مفترض أن منظومة الفريق متكاملة وما فيها شي ناقص يعني وهو جاء في وقت لقى نفسه في الفريق وحقق معاهم مثلا إنجازات أو وصل نهائيات أو حقق مثلا أرقام كويسة مع الفريق على صعيد دربيات أو كلاسيكوهات مع ذلك كانتي رغم كل اللي قاعد يصير في الاتحاد من خروج من كأس العالم من خسارة من جميع الأندية الكبار من مركز غير متوقع مع بداية الموسم للاتحاد كبطل دوري إلا أنه كانتي في كل مباراة قاعد يقول أنا مباراة رقم واحد نفس مباراة رقم سبع وعشرين نفس ثباتي ولا إصابة ما شاء الله تبارك الله مع غيافة بينهو ناس كثير قالوا الوسط بيروح فيها أصيب المحمر الثاني اللي هو من سلطان فرحان سلطان فرحان حمد الغامدي حمد الغامدي في أصل الغامدي راح مع المنتخب الأولمبي العزال كانتي يقول أنا موجود وشي الوسط الوحدي آه يا أخي حالة غريبة ولا أنا قاعد لا مو حالة غريبة يعني أنا لما أعرف أنه كانتي كويس صحي ويقدر يكون متاح ومتواجد تمام ما رح أستغرب الأداة هذا لأنه كانتي يعني قيمة لا إله إلا الله يعني أنت تلعب في البريمير ليج وتكون خمسة ست سنوات متواصلة بطل مرتين مع فريقين وتكون أفضل لاعب وتطلع بجائزة أفضل لاعب في السنف في دوري زي الإنجليزي وأنت في خانة متأخرة زي النص ما يحب التفت لها الإعلام وما يحبون يرشحونها للجواز بطل مونديال وبطل مونديال بس الإشكالية كانت في بداية الموسم أو في أول الموسم أن هذا ترى لاعب في ثلاث سنوات ماضي كان يمر في سلسلة إصابات مستمرة منها إصابات نعتقد أنها مزمنة ومنها إصابات تطلع وتقف الموسم بالضبط اليوم لما نتكلم في شهر إبريل ومع تبقي شهر واحد تقريباً على نهاية الدوري وخلينا اليوم نقيس على أربع أسماف وسط كل فريق من الأربع عندها مثلاً لو قلنا كيساي كانتي نيفز وبروزفتش مين أكثر لاعب من الأربع هذول اللعب دقائق في الدوري؟ كانتي؟ أعتقد كانتي 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 أنا ثار فضولي للموضوع وسرشت يعني بحثت قبل شوي كانتي لعب دقائق أكثر من بروزو ومن نفذ ومن كيسايه الوحيد اللي قريب له نفذ بفرق تقريباً 20 دقيقة أو 25 دقيقة بس يظل كانتي أكثر لعب لعب فهو كان دائماً متاح دائماً موجود في المحورين في المحور الواحد في ثلاثة وسط مين موجود يا كوتش كاياردو يلاً لعبني معاه اللي سواه في مبارات الأهلي شيء استثنائي كانتي كان يعرف أنه كل مرة بيكون في موقف فيه اثنين عليه أو ثلاثة عليه منطقياً ما أقدر أخذ الكورة أنا بس اللي لازم أسويه أني أقفل المساحة وأضايقه إنما يأخذ القرار الأفضل فأنا أصعب عليه أخلي يرجع بالكورة وورا أو أديه على الطرف عشان يجي جنبي الظهير لأن تقنية يعني قاعد يلعب جنبي فرحة اللي من الدقيقة 30 أو 35 هو وين لعب معنش يا سي لعب لها في نص الملعب وين لعب لالا في المحور في المحور فقاعد يلعب جنبي فرحة وفرحة يعني المباراة كانت تقريباً أكبر أكبر مننا نوعاً ما بنان على خبرته وأنها أول مباراة تقريباً يعني في حمل كبير مرة عليه وتعرض لشد في أول خمسة أي 16 سنة أنت تتكلم على فرحة و 17 سنة فهمت 17 أعتقد فكان كانتي شايف الموضوع ذا ودارسه صح وعارف متى يزيد قدام يعني حالة استثنائية في موسم الاتحاد كانتي بصراحة لا أرى شيء غريب على كانتي يعني كانتي تجسيد المحترف الحقيقي مهما مرت الطروف مهما صارت الاشياء لا بس شيء غريب من ناحية أنه لما الفريق يأخذ طبيعة النفس البشرية لما الفريق أو البيئة اللي حولك يصير فيها درب أو فيها نزول تنزل بطبيعة الحال أنت رتمك ينزل هذا المحترف الحقيقي ترى يعني مهما صار أنا راح أقدم لك العشرة الأداء عشرة من عشرة اللي أنت تطلب مني في كل مرة راح أقدمها لك وأطلع أدخل غرفة ملابسين مشكلة أخذ تي شيرتي وأطلع أنا ما راح أدخل أعتقد أنه بالضبط هذا المسويه كانتي أنه فاصل نفسه عن كل شيء خارج المستطيل الأخضر أيهو بالضبط ترى كانت حتى من بداية مسيرته حتى لما تشوف طريقة انتقاله حتى كيف كان أرسم فينقر يبغاه ترى كانتي مع عمر مر بمشاكل إدارية مشاكل مع مدرب مشاكل مع زملاء كان يدخل يلعب يعطيك العشرة من عشرة يعطيك المية من مية يضرب الباب لا يصرح لا يتكلم لا ينزل بوستات لا يسوي ولا شيء هذا كانت تجسيد المحترف لا يحتفل لا يسوي ولا شيء ولا شيء هذا تجسيد المحترف يعني يعطيك الأداة اللي أنت تطلبه منه ما يخليك تتكلم عليه يطلب من الباب في الجهة الثانية النصر يضرب بثمانية أبهى كريستيانو أربع خمس مساهمات ثلاثة هداف وصناعتين وكأنه قاعد يجهز هل نقول الفريق للسوبر القادم وأكبر دليل يمكن اللي شفناه اليوم في مبارات ضمك أنه استبعاد كم لاعب تقريبا اليوم نتكلم عن بروزوفيتش وكريستيانو وماني دكة تلس وأتافيو استبعدين من القائمة لعب بثنين أجالم فقط اليوم لابورت وسبينة يعني كنا نتابع مبارات سواء ومتز كل مبارات ما أنا قادر أكمل الشط الأول مبارات سيئة تشوف الموضوع بأخذها من منظور ثاني اليوم قدامك أربع أيام على السوبر صحيا أو صحية الطريقة اللي سواها كاسترو أن استبعد الخماسي خلنا نتكلم ما لعبهم أساسي كبداية أول شي في مبارات أبها ما عندي كلام كثير خصوصا في الدورة حتى في مبارات أمك ما عندي كلام كثير يعني ممكن في مبارات أبها الشيء الوحيد اللي جابي اللي صار في الشطر الأول يعني خلصنا مبارة ترى هذه في مبارات كثيرة كنا نعاني منها هذا الموسم ندخل الشطر الأول نضيع كثير الشطر الثاني يعني صعبة لك مبارة الشطر الأول دخلنا خمسة صفر خلاص خلصنا مبارة ما كنت متوقع كده صراحي يعني مسمياني مع أبها كان يعني ممكن يأخذهم يعني كان ما أخذهم متوقع زيادة لكن لما شفت ثمانية صفر استغربت كنسلت كل كلام عن مسمياني فرغبة كريستيانو رغبة الفريق في مبارات أبها اللي أريد أن أرى في السوبر هذا الشيء اللي أنا أطمهله في السوبر يعني كريستيانو ترحاس بالرقم أوكي الدور يضاع ما في مشكلة لكن على الأقل نطلع بشيء كويس يكسر الرقم يكون معنا الهداف خمس مساهمات في شو طول طلع بتقييم عشرة من شو طول ما توقع صارت كثير وهاترك من برها للمنطقة وعلى ثاتا روشانو هذا خلاني يفرح مرتين فمبارة الضمك شيء متوقع يعني مبارة كانت متوقع متوقع كيف سير الاتجاه متوقع الرتم متوقع كل شيء شيء يجابي صراحة دخلنا بالصغار مشاري النمر والعليه وهذا اللي أنا أطمح للسنة اللي جاي أنه يشوفكم أنتم المسكين القناة مشاري النمر محمد مران ترى سانة بالكثير إن شاء الله وكريستيانو خلاص يعني يوقف يلعب الموسم الجاي كريستيانو خلاص طبيعي آخر موسم لكن تقصد يعني يلعب كمداورة لا لا يلعب كريستيانو في الفريق يستمر كلعب أو لا خلاص إنه شكر الموسم هذا ويعطيك لعافة كريستيانو هو باقي في عقد سنة قصف ثلاث سنوات هو سنتين ونص جاء في الشتوية خلص النص الآن السنة هذه باقي سنة يقدر كريستيانو يلعب كريستيانو يعني هو طلع بتصريح يعني يلخص الحالة اللي هو متى ما جسمي حسيت أني ما يقدر أعطي فبقول لكم شباب أنا ما أقدر أعطي هذا تصريح الأساطير اللي دائم نسمعه الجسد ما يرحم من أيام الظاهرة لا هو اللي عجبك بكريستيانو ترى يعرف يعرف حده يعرف الأقصى يعني خلاص لما أنا شوف جسمي ما عدا يقدر الاستشفاء ما هو جالس يخدمني زي أول جسمي صار يطلع بعد المرة أنت اليوم كعمر شوف النصر هل أنا اليوم يعني أرجع لسؤال النقطة اللي ذكرتها قبل شوي يوم كنت تتكلم منه المرحلة في الاتحاد مثلا كنت تقول أن روما وحمد الله وعجازي خلاص شكرا هل اليوم المرحلة البكرة في النصر الموسم الجاي تتطلب وجود كريستيانو كركيزة أساسية إذا كنت تبقى تنافس على الدوري وبطولات أخرى ولا كريستيانو أحد الخيارات البديلة يا أخي كريستيانو مجنون ما أقدر أقول لك أو ما أقدر أحكم برأيه يعني فيه مثلا أراء يقول لك الموسم الجاي مو بحنا في ثنينة جانب صغار يقول لك مثلا يجيب مهاجم تحت الثالثة وعشرين ونخليه تصير زيار مداور مع كريستيانو ومنها نستفيد منه مثلا في المستقبل بعد خروج كريستيانو أو يقول لك مثلا نجهز لا نشتري أجنبي أجنبي مهاجم كريستيانو يكون مثلا عدك أغلب أمرياتي أنا ما أقدر أقول لك صح أو ضد الرأي أو أنا مع الرأي أنت إيش رأيك ما أبغى الرأي للدارج تدري ليش أنا ما يعني ما ما أبغى أقول لك رأيي وأنا متأكد منه لأن في بداية الموسم ترى مستحيل أحد كان يقول لك كريستيانو بيكسر الأرقام بيكون هدافة دوري فهي على رغبة هو إذا هو ما قدم الموسم الجاي طبيعي بجي هنا بيقول شباب كريستيانو خلاص شكرا أوكي يعني تعتمد على أداء الموسم الجاي فما أدري شوف أنا من الأشخاص اللي بداية الموسم هذا ما كان عندي تصور أن في رياضي في سنة التسعة وثلاثين قادر يكون رقم واحد نهائيا لأن لما تشوف أو تاخذ نظرة على كل الألعاب مو بس كرة القدم لأن كرة القدم ما جلس فيها لاعب العمر التسعة وثلاثين وكان باقي قادر يتصدر المانشت وقادر يتصدر كل قائمة أو كل إحصائية موجودة قادر يلعب فيها ف لو تشوف كل الرياضيين كل الرياضيين بدون استثناء في السنوات الأخيرة هذه إذا وصلوا للتسعة وثلاثين يعني يقولون مع السلامة تمام باستثناء الرياضيين اللي يقلسون يعني البعد الأربعين أو في السنة هذه ويكون يعني لاعب نزل نزل عن القيمة اللي كان يقدمها والقيمة اللي كان يملكها يعني إبراهيم وفتش السنة الماضية مع ميلا مو إبراهيم وفتش 2011-2012 مع ميلا فهمت وما زال إبرة اللي رهيب في غرف الملابس وقدر يجيب لك مباراة ومبارتين بس بس ما لعب الموسم اللي فات كان مصاب أكبر من سجل سجل لا لا عفوا الموسم قبل الماضي والماضي لما كان دوره غالبا مع الفريق وكيف وإلى آخره فهمت بس كمثال زي كذا فما كان عندي إيمان أن كريستيانو السنة هذه بيقدر يكون كريستيانو وبدأ الدوري وقعدت أشوف الشيء هذا يوم بعد يوم يوم بعد يوم يوم بعد يوم اليوم عمر مع أنه بقي سبع جولات هو ممكن يحطم ثلاثة أرقام صامدة من فترة وكان ما أحد فينا يفكر أن الرقم ذا بينكسر أنت اليوم قدامك بس ست أهداف وتصير الهداف التاريخي لموسم واحد تمام قدامك أربع أهداف وتصير أكثر لاعب ساهم في تاريخ الدوري السعودي قدامك خمس صناعات وتتساوي مع كاماتش ومع كاكو ستة صناعات تصير أكثر لاعب صنع أهداف في موسم واحد وهذا مو مطلوب منك كنت مهاجم هذا مو مطلوب منك كنت عمرك تسعة وثلاثين وجاي هنا تلعب دعماً لمشروع رياضي جديد وحركة رياضي جديدة مفروض الفريق أو الأحداء أو العشرة اللي حولك والثماني اللي على البنش وإلى آخره هم اللي يساعدونك تكون في أفضل حالاتك مو أنت اللي لازم تكون في يومك عشان الفريق هذا ينجز فبناء على كل المقاييس وحكمي هذا على اليوم وكريستيانو إيش قاعد يقدم حجر أساس يعني مو الموسم الجاي وبس تقدر تلعب يعني أنا أجلس مع كريستيانو بداية كل سنة أبو جونيور أمورك أوكي لأن أنت أصلاً أنت مو بتجالس تلعب مع معتز الدوليين أنت في التوقف الدولي جالس تروح لمنتخبك بعد الصيف هذا فيه يورو موجود وأنت رايح تلعب فيه كيف بينعكس اليورو الجاي في ألمانيا على موسمك الجاي مع النصر فهمت؟ فقيمة يعني لا إله إلا الله تدري أمس قاعد تفرج في ملخص له قاعد أشوف الهداف حقه اللي تاب إن أو لمسه بس آشفت أيه أو هداف من بلانتيات وكود قول اللي هدف جيد واميزين قول يعني هدف رائع عنده فوق العشر هداف السنة هذه هداف مو إلاعي بيسجلها يا أخي الهدف اللي أعتقد أنه كان على التعاون اللي منص الملعب هو كان مو على التعاون لا عفوا عفوا مو على التعاون على أفريق أصفر يا أخي في الأول بارك الحزم على الحزم اللي طلع الحارس ولعبها لب من نص الملعب ايه الحزم الهدف هذا الاستثنائي يعني قد ما فيه أهداف حلوة للموسم هذا أنا أشوف أن أصعب هدف تسجل للموسم هذا كان هدف رونالدو صح الحارس طلع بس ترى اللب رونالدو الكورة نزلت ورى الخط حق المرمى وحسوبة نزلت ورى الخط يعني حتى أي مدافع عنده أمل 1% أنا أأخذ أأخذها من الهواء على الخط أأخذ خطوتين في الجري وأحاول أجيبها فيه احتمال وارد 80% اللي ألحكتها بتدخلها الباب صعب صعب محتاجة واحد يكون واقف في الباب وخلاص يتصدى لها بجسمه بس فهمت؟ ذكرتني بجي صريح له مع اليوفي كان جالس مع اليوفي كان جالس على الشمس وكانوا مصورينه وكان يتكلم مع المدربين فمقطع منتشر يعني جزء من مقطع منتشر اللي هو كان يقول أنا الطبيب نفسي أنا الطبيب حق نفسي أنا المعالج حق نفسي أنا الاستشفاء حق نفسي متى يعني متى ما حسيت أني خلاص الناس سبقوني الكورس بقتني فأقرر أن يعتزل نفس التصريح فجواب عشان يكون واضح خلاص يعني السنة الجاية جوابك طويل لا إذا شفت كريستيان وما هو بقادر خلاص يعني هو بنفسه بيحكم ما تدري ممكن السنة جاية يسجل 60 أه أرجع للسوبر بس سأذهب إلى الهلال واستكمال سلسلة انتصارات اللي بنتكلم فيها حتى ليلة 27 من رمضان ألف مركوب ساعد الفوز الله ماركي فوزين متتالية ممكن الفوز الأول كان على على مين فست المبارة اللي راعت الأخدوط والفوز اليوم على الخليج يمكن بدأت المداورة تتضح مع خسوس في المبارتين الأخيرة ورغم ذلك غضوا خسوس لازال مستمر على الخط على بعض اللاعبين حتى يعني أخذوها بعض المغردين أخذوها بضحك يعني واستهتار على إصابة سفتش لما تعورت يده واضح أن خسوس ما فيه يعني لو أفوز خمسة أبي سبعة أو ثمانية أو عشرة على الأسماء اللي قاعدة تتداور في الفريق تشوف أن اليوم الخيارات الموجودة في الهلال قادرة أنها تصل بالهلال إلى نهايات جميع البطولات المتبقية في الموسم آسيا دوري عفوا آسيا كاسمالك سوبر في ظل الغياب متروفيتش اللي اتضح أنه راح يجلس ست سابيع و يعني الخيار الموجود حاليا صارح الشهري الرقام مثل ما ذكرت محمد جايزة تستمر وكل يوم يطلع عليك رقم يعني غير عن رقم القياس الأساسي يطلع عليك رقم جديد له مثلا أكثر نادي حقق سلسة انتصارات متتالية في الدوري في الدوري عشرين انتصار أكثر أعلى معدل نقطي في تاريخ دور السعودي الآن وباقي كم سبع جولات أعلى رقم هجومي سجل في تاريخ دور السعودي وباقي سبع جولات أنا كانت عندي مرحلة مو بخوف بس مرحلة أني أبغى نفوز على الأخدود وضمك بأقل مجهود على الأخدود والخليج بأقل مجهود بدون إصابات مداورة نطلع بالنتيجة نتجهز للسوبر وآسيا صار اللي أبغى لكن ما عصابة مترو مترو غاب في سنة ثلاثة وعشرين في السنة هذه غاب ثلاثة مرات كلها فاز فيها الهلاء مترو ومثل ما صرح خسوس تصريح اليوم جديد أن ما رح يلحق لا على العين لا ذهاب ولا إياب فالحل الآن موجود أنك لعبت في صالح الشهري نفس اللي لعبت مبرات الأخدود ترى نفس تشكيلة الأخدود هي نفسها بالضبط اللي نزلت تشكيلة الخليج وصالح الشهري أقدر كل التقدير صالح الشهري اجتهادة وأنه طبعا نسجل في مبراتين لكن خسوس وهو مدرب الفريق صرح أني ترى مترو لاعب لا يعوض عند خصائص صعب أني نلقاها وأن الفريق يعني تصريح المؤتمر اليوم بعد مبرات الخليج كان مؤتمر جميل جدا جالسي أعزز الثقة في المجموعة وقبل مترو غاب عنه نيمار ومع ذلك قاعدين ننتصر وأن الهلال تعود على الضغوطات واللعيبة الموجودين المحترفين تعود على الضغوطات وشفنا كيف الشي الجميل أنه الهلال يعني خلص مبرات ممكن نقول بدري شوط ثاني سحب سفج ومنسحب نفيز تجهيز للسوبر أني بدخل الدوري بقوتي وأخلص مبرات وبعدها أسوي المدورة مع بداية الشوط الثاني أو ممكن في وقت متأخر في مبرات أني أريح ألعب السوبر بكامل جاهزيتي وكامل قوتي مبرات 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 الخليج أقدر أقول أنها ممكن مبرات مجتهدين بالأهداف ما لكم الصراحة في أكثر من فترة كذا الفترة البسيطة الماضية قالوا ما لكم نزل مستواه ونزل عطاءه في الملعب وما زلت عند كلامي في ما لكم أنه حجر أساسي أو رئيسي في تشكيلة الفريق يعطيها ريحية للمهاجم يعطيها ريحية للأطراف يقدر يلاعب عنده حل فردي كبير اليوم صجح هدفين وكل الهدفين جميلة الصراحة في الإنهاء ضد الخليج كذلك الحمدان اللي في فترة البسيطة الماضية كل ما دخل بديل اللاعب المجتهد اليوم في لقطة مبارات الخليجة محمد راجع يدافع مع خط الدفاع متخيل جالسي غطي الظهير فالحمدان مجتهد لكن هل الآن هي الطريقة المناسبة لتعويض مترو غير مترو فتش ضد النصر وفي حال الفوز على النصر في النهائي وضد العين وضد الأهلي هذه كلها ترجع لمدرب أنا ممكن في أعتقد في مبارات الاتفاق الاتفاق غاب عنها مترو اللي بسبب اللقاء في لعب صالح الشهري فاللي يبدو الواضح أن صالح الشهري هو اللي بيكون الأساسي في التشكيل كمعوض مترو فتش ما كنت يعني كنت تتوقع مثلا ممكن سفتش ينزل ممكن ممكن نلعب بمهاجم مهم يصير مالكم ممكن حتى الحمدان لكن ما زلت أشوف صالح الشهري اللي جايسي اللي عم كم مترو وصلنا لمرحلة الحسم الآن خلاص كنا نقول داورة خسس خلص خسس خلص مبارات الآن هي مرحلة الحسم السوبر وبعدها العين وبعدها ممكن الأهله اللي أقل أقل السؤال ما جاوبتنا أبجيك ممكن أقل ضغط أو أقل صعوبة أو أهمية بعدها تجيني تجيني الإياب ضد العين العناصر موجودة العناصر موجودة أنت سألت عن العناصر موجودة كجانب كعناصر محلين كمداورة قادرة جدا أنها توصل إلى الأبعد نقطة في جميع بطولات الموسم صراحة عناصر عناصر محلية عناصر أجنبية عناصر حتى في البدلة لكن كلها تعتمد على الجاهزية ومدى الآن يبين معسكر يبين المعدة البدنية بدلتها والمدار والمدارة اللي سويتها متفائل جدا أن المرحلة الحسم هذه الجاية الهلال بيطلع منها بأفضل المكاسب وأتوقع أنه إن شاء الله بإذن الله السوبر وآسيا بإذن الله للقادر ممكن الحالة الشك هذه الآن بدت مو بقول لك أنها وضحت مرة لكن خلتني أقول أبدا مش هذا لودي في جانب لودي ممكن قلنا أنبارات تشكيل يختلف كان مع ميرسيليا كان مع أتلاتيكو تشكيل يختلف مع ميرسيليا قد توز وكان يلعب ثلاثة دفاع وهو كان يكمل الوسط كظهير مع الهلال هو يكمل الظهير في أربع مدافعين لكن في أكثر من لقطة لودي كنت أنتظر لودي على أقل نسخة أتلاتيكو للعرضيات للتسديد ممكن أقل من المتوقع وهذا حتى أصرح فيه خصوص أني مش هذا خصوص مش هذا لودي اللي دفعت فيه المبلغ وهو يعرف إمكانياته فأعتقد أن الوقت هذا هذا اللي حتاج فيه لودي يطلع المبلغ اللي اندفع فيه أو الحرص اللي صار من خصوص عليه أو أنه بدى مركز الظهير على مركز مثلا مهاجم بديل كأجنبي بعد ما تم سبعد أني مار في الشتوية هذا هذا موضوع لودي مثل ما قلت كني متفاعل بالقادم والأرقام إن شاء الله أنها بتكون مثمرة بتكون جيدة بتكون عظيمة بتسجل بشكل أفضل وأقدة وأعظم لو إن شاء الله صارت فيها النتائج اللي هي تحقي البطولات إن شاء الله أنت تقول قبل شي نبغى نشوف المعدل اللياقي والخيول اللي لها 30 مبارات فوز تركض ما شاء الله هذه وشاتي اختبار أبو سعد كل مرة بتلعب كل مرة بتلعب مع منافس يعني يختلف مثلا يعني مع المحبة مثلا البقية تلعب مثلا مع النصر أو تلعب مع الأهل وتلعب مع العين في شراسة في الملعب أكثر من أندي ثانية أبو سعد بسوي اختبار لمحمد حلو أبغا يجاوبني فيه لأنه صراح شي ملف تمر في الهلال الأرقام هذه ما تكون لمهاجم فأهمت فأسوي اختبار لمحمد وأحتاج إجابتك معه طيب محمد أقول لك ثلاث لاعبين خلاص أوكي أعطيك رقم عنهم وقول لي مين الاسم لم تلاعبني لنفرض أتوقع أنت عارف أهمت عين على الخصم ثم راقبهم فمحمد اللاعب الأول خصم معناته الهلال طيب يعني عشان السوفر كذا أتوقع عمر يعرف محمد اللاعب الأول سجل 13 وصنع 5 مين مالكوم في الدوري مالكوم طيب اللاعب الثاني سجل 10 وصنع 8 مين سيفيج طيب اللاعب الثالث سجل 13 وصنع ثلاثة الدوري كل في الدوري سجل 13 وصنع ثلاثة مو ميشيل سالم طيب أنت توافق على كل إجابات لا ممكن عاجي عاجي بالعكس صالح صالح أي واحد صالح سجل 13 لا الأخير سجل 13 وصنع ثلاثة سالم صالح سالم سالم واللي قبل ما اتتفق معا فيها أي تقريبا نفيز معي نفس لا الثاني منه أنا قلت سافج الثاني سجل 10 وصنع ثمانية لا مش نفيز سافج سجل 13 سجل 10 وصنع ثمانية سافج يعني متفق مع محمد يا محنك طيب إجاباتكم صح ثلاث لعبين أقل واحد فيهم مساهم ب 16 واثنين متعدلين ب 18 مساهمات هذا غير اللي قاعد يسويه مترو فهمت؟ يعني هذي نبذة عن حالة الهلال هذا ترمسوي مسكين لا لا مترو شمسون لا يا بوي فريقه تسجل كله يا فريقه تسجل عمر قلت لك مترو غاب عن ثلاث مبرايات وفاز فيها الهلال من ضمنها الاتحاد يعني ما منها خوف أنا قصدي هو إن شاء الله ما في خوف لكنه غياب مؤثر أكيد هو غياب مؤثر هذا التفقنا عن النقطة لازم في خوف أنا ما عندي خوف الحلول لك تظهر ليش يقول كذا لأن مثلا الآن لما تشيل مترو زي ما قال يا سك أرقام كلهم يسجلون قلناها الحلقات فهل بس الحين لما مثلا تروح اللاهلي تشيل الهداف ما حد يسجل ما بيأجل محرز ما نلعب روح تشيل كريسيانو الحين تشيل كريسيانو ما حد يسجل فهذه نقطة الهلال يسجل بيط وهذه النقطة ترى اللي كنت أقول أني أحتاج بديل ميشيل عندها حس تهديفي أكثر هذا اللي زعلت دعا نخنقه هنا أولو ما نفعله أساسي وليس زعلت ياسر ياسر كان يقول لك اليوم أنت أكثر سجل تهديفي في تاريخ الدوري فأنت تقول أبغى واحد يسجل بديل ميشيل بديل ميشيل فهمت وما زلت عند رأي ما زلت عند رأي يعني زي اللي يطلع في الشهر مثلا عشر مليون وأقرأ منافس الله يطلع مثلا مئة ألف يقول أنا أنا قصني والله مظفين عشان أطلع مئة مليون أنتو هذه النظرية قاعد تمشي وحقك في نهاية أبسط حقوقك خليك من التسجيل وأن أغياب متر وما رح يأثى أخي أنا قاعد راقب الحصايات حق السنة لا مؤثر لا لا أخليك من موضوع التسجيل وزي كذا أنا قاعد أراقب الحصايات السنة وماردو مركز أنا في جزية صناعة الفرص صناعة الهداف أبغى نطلع بأي شيء من الموسم ذلك فمحرز دائما موجود في هذا معام مدران وكريستيانو يعني داك شو من بداية الدور فجأة أفتح قبل أمس في واحد كذا بعيد عن الرادار جاء من بعيد وصار متساوي مع محرز وكريستيانو بصناعة العشر أهداف نفس أتمنى اليوم ما صنعشي رياضة اليوم صنع وصارح داعش فأتمنى نفس ما صنعشي اليوم أنا ما شفت مبارة ليها شفت مبارة لهلي فعن حتى في صناعة اللعب محور الارتكاس بفريقك هو متصدر الأسيست أكثر موسم صح؟ أكثر موسم أكثر موسم نفيز صناعة في الهداف تخطى صنعشي اليوم؟ تخطى العشر طراب بشكل عام في جمع مسابقات موسم ذلك لا ما صنعشي اليوم أنا قلت لكم النفيز وسفت حالة استثنائية هدف مبارات هدف سالم مبارات الخدود كان هدف جميل جداً قاعد يبيل لكن ترى هذا نفيز هذا هو اللاعب اللي اللي قاعد ينقل فريقك نقله مختلفة جداً وقاعد يرجح كفتك على ضد أي خصم وضد وسط أي خصم وضد أي لاعب قاعد يواجه النفيز افتكها ورفع راسه وعطاك عرضية كذا قال ميد سالم سجل هدف سحرك الكورة طيب نروح لل ياسر اشتراك في السوبر اشتراك في السوبر توقعاتك مرئياتك يا أخي ما أدري متى آخر مرة متى آخر مرة كان أو كان في مبارات نهاية رمضان 29 ثاني العيد ثاني العيد يمكن العام أو قبل العام كان الدوري ثاني العيد كان الكاس أتوقع كاس الملك كان في مبارات بين هارو التحاد في ثالث العيد اللي حجازي جاب فيها العيد اي صح اي صح ثالث العيد كانت هاتي توقع بس انه ثاني آخر يوم في رمضان و هو توقيت جديد علينا صراح اي توقع بتأثير هذا الشيء على اللعيبة ولا تحس انه لا هما في الرتم ما بيفرق لا شوف خلينا نتفق ان بطولة السوبر هذي اللي بتقام في أربع أيام طبعا هي بطولة الدرعية كاس الدرعية للسوبر السعودي رح تقام في بوضبي اوكي انا شايف يعني مثلا كل فريق بيدخل البطولة دي بفكرة مختلفة عن الثاني تمام وكلهم الأربع من التفقين انها بطولة يعني ما هي شوي فلازم نفوز فيها رسمية اي لأنها بطولة رسمية ولازم نفوز فيها لا أنا ما ادل هي رسمية ولا لا ترى لا لا لجمع اللي عرفها تنشيطية السوبر في كل بطولات العالم دولة في دولة ثلاث بطولات معتمدة عند الفيفا دولة كاس سوبر يعني مثلا في انجلترا كاس الدرع الخيرية معترف فيها في انجلترا غير معترف بها عند الفيفا هذا اللي يقصد أنا فإيه بس هم يقدرون يخلونهم اعترفي بس يشير مثلا كأس الرابطة وكأس أو كأس الاتحاد في كل دولة تصنف على حسب البطولة يعني نجرد أن عندك ثلاث كؤوس أو ثلاث بطولات أنت تعتبر بطولة رسمية في حال في بطولة جيت مستقبلا واعتبرت عندنا يعني زي كاس ملك إسبانيا رسمي عفوا كاس ملك إسباني عفوا كاس سوبر إسباني رسمي رسمي إسباني عند ثلاث بطولات السوبر تكون موجود في كل دول العالمية إيه نفاهم لا نفاهم أنه موجود في كل البطولات أو في كل الدوريات وكل الدول الكلام أنه هل هو رسمي بمعنى حتى لو كان مباراة واحدة يعتبر رسمي يعتبر رسمي نفرض في الفيفا نفرض زي السوبر لأوربي طيب سوبر لأوربي مباراة واحدة ومسجلة كل فائز فيها فهمت الانتركنتين انتل زمان كانت منسجة مباراة واحدة وتسجل للي يفوز فيها فهي بلا شك أنها يعني بطولة ما هي بطولة استعداد موسم أو بطولة ودية أكيدنا أن كل أندي داخلها لها بجدية وبهدف أن نفوز فيها بس الحافز والدافع ممكن يكون مختلف من فريق الفريق في أنديا بتتعامل معها كبطولة إنقاذ موسم أننا لازم ما ينفع أفرط فيها فأنا لازم أفوز فيها بأي شكل من الأشكال وهي في الأخير بطولة مسجلة لي في رصيد بطولاتي في أنديا تدخل كأنها فرصة ممكن ما أحظى فيها كل مرة زي الوحدة فالوحدة لم يكن لدي شيء يخسره كيف شايف حظوظ الوحدة مع مستوى الوحدة والله شوف مباراية الكووس لا تقدر يا أخي تقيس فيها بناء على مستوى فريق في دوري لعلنا كلنا نتذكر نهاية الوحدة والهلال اللي كان في كاس الملك وكيف الوحدة كان فائز بالمباراة ولعب مباراة كبيرة وقاعد يوصل مرمى الهلال إلى دقيقة 97 وبعد كده رجحهم البلايه للمباراة وراحة البلانتيات اللي كانت قريبة فكل كل 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 حياك العيد حياك من الحين لا تفلع أسرم يلا يلا طيب نصور كواليز ما تسوى علينا عفو أنا مرة متحمس للمباراة لهالو النصر أنه الهلال من بداية الموسم أو وجد نفسه في نقطة ما في الموسم أنه جالس يسوي زي حجار الدومينو أو حجار الضومنة هذه إنه قاعد يرص شكل كذا ما حد يقدر يسوي له واصل سلسلة 31 أو 32 32 ما شاء الله تبارك الله 32 سلسلة فوز فهل النصر يقدر يجي في نص الأحجار ذي ويطق حجر كذا ويخرب يعني جزء من الجمالية الهلال قاعد يبحث عنها في الموسم ذا 32 أي 32 فهل يقدر يجي النصر اليوم يهز التحف اللي قاعد يسويها الهلال اللي يبغى الرسمة تكتمل أو التحفة تكتمل عشان يسوينات الموسم أنا أشوف أن الهلال الموسم هذا والسنة هذه ما تعرض لانتكاسة أو هزة تخلي لعيبة الهلال وإدارته وجهازه الفني يرجعون يعدون حساباتهم في أي شيء ما شاء الله كان فيه استمرارية وثبات وتجاوز للظروف الوقتية اللي تصير إصابة مترو غياب اللاعب الفلاني هذا اللاعب مهدد طرد فيه مباراة أو لآخرة ما صار فيه طرد صح؟ ما صار فيه فلو فاز النصر في السوبر ما انيكاس الفوز هذا على الهلال في آسيا؟ هذا ما سنعرفه بعد سؤال يعني أنا قاعد أتخيل النصر اليوم كاسترو ريح يعني كثير من اللاعبين اللي عندهم عتاد لدخوله مباراة الهلال فهمت؟ وخروج النصر بتسعة صفر من المحالة في ظرف أربع أيام يعني من أبها ثمانية صفر عفوا لا تسعة صفر ثمانية صفر تسعة صفر للهلال حبيب القلب انتوا إياه ثمانية ضد بها وواحد ضمك فهو خرج بإجمالي نتيجة تسعة صفر في مبارتين شكرا اليوم اليوم واحد اللابورة أخذ دقائك اي 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 اوكي شو ما تعطوني فرصتي لا لا صح صح بسألي توقعت اليومنا في الرياض لا لا كلها كانت في الجنوب في ظرف أربع أيام في مدينة مختلف اللعب فيها لا يمكننا أن نجمع عشان الله يقولون ما تتابعوا لا يمكننا أن نجمع لنا اليوم كم شاشة اليوم والله أربع شاشات شغالة أربع شاشات وأربع معلقين أربع معلقين من عندكم معلقين نسيت تقول شيء معلش ضلمك أول خسار لهم على الأرض ومن نادي كبير صح؟ نعم أول خسار لضمك سيتقولها معلش فالنصر ريح لعيبته وفضل أنه لا يغامر في أنه لاعب يمكن يتعرض لإصابة عضلية بما أنه في الشوط الأخير من الموسم لا يصير فيه إصابة ولقطة خشنة ليحة أبغى أخرى من كل الحسابات وأبغى العتاد حقي هذا كامل يكون جاهز للسوبر وهي وجهة نظر صراحة أتفق معها اليوم بالفوزة والتعادل وخسارة ما كانت تفرق كثير صراحة في موسم النصر هو الثاني لي وما حد حولي والفارق بيني وبين الأول تقريباً يعني صار كبير مرة فالنصر للمباراة هذه من بين كل المباراة اللي لعبها ضد الموسم ذا النصر يعني لو كانت الكفة أول مثلاً سبعين ثلاثين للهلال أو ستين أربعين للهلال بلا شك أنها الآن أقل لأن الكاسترو لعب ضد خصص كثير فمفروض اليوم أنت أجهز من لما لعبت ضده في الدوري أو لما لعبت معاه في كأس الموسم الأخير لعيبت النصر يا أخي أنا ما أبغى يصير مثلاً لعيبت النصر تفكر أن ما أبغى يصير فيني اللي صار مع الاتحاد أنا أدخل المباراة الثالثة ضد الفريق هذا وأنا في قرارة نفسي عارف أنه مثلاً ممكن أخسر لا المرضي أنا أبغى أفوز وفي مرات سابقة الهلال لما كان متقدم بنتيجة واحد صفر عن النصر سجل رونالد الهدف اللي يلغي بالأوف سايد والواحد واحد كانت ممكن تعطيك مجرى ومسار ثاني للمباراة ذيك فهمت؟ بس اللي صار أن الهدف ألغي وبعد كده الهلال سجل الثاني وسجل الثالث وكم ممكن سجل الرابع بعد فهمت؟ فهي جزئيات بسيطة لازم النصر ولعيبته وكاسترو بالأخص يكون عارف وش يبغى يسوي في المباراة هذه وش هي الطريقة الأمثل أني أنا أفوز فيها على الهلال جزئيات بسيطة لن نقول على الهدف لكرهها لا لأننا دائما نخسر من الجزئيات الذين اللي تقهر اللي فهمت رمية تماس تلعبها غلط ما أقول لك حاجة؟ أنا لو أقدر أقول لك حقيقة واحدة عن الهلال أنا متأكد منها الهلال آخر فريق في الدنيا يحتاج تعطيه سبب أو فرصة أنه يضربك صح لأنه بوضعه وطبيعته بيقدر يسوي الشيء ذلك فلا تعطيه سبب إضافي لازم كل واحد في الـ 11 اللي بيبدون يكون على قدر عالي من المسئولية ومقتنع في قناعة نفسه لا أنا أقدر أسوي كذا وأقدر أتجاوز الضغط اللي بيشكل عليه هلال أقدر أتجاوز الدقائق اللي الهلال بيستحوذ فيها علي بـ 15 دقيقة بتسع لاعبين في مناطقي بأقدر ولا وأبغى أجذب للشيء ذا يسويه عشان أنا عندي أفكار الماني والغريب ولا الأي إن كان من لاعبين فهمت؟ فهي هنا موجودة إذا أنا ما أتفق معاك بحضوظ السوبر للأنديا ككل يعني أتوقع شوف أتوقع الوحدة في النهاية أتوقع الوحدة في النهاية على الاتحاد؟ أتوقع لا لا تدري ليش؟ يا أخي مبرايث الكوس زي ما قلت أنت ما تحكم على فريق في الدوري شوفنا في كوس الملك خصوصا النهايات كانت يا أخي فيصلي مرة تعاون مرة فيحة فيحة ضد الهلال فازو في مبرايث الكوس دائما في صدمة دائما في ضربة من فريق الفريق كبير طبعا كنت تكون الخليج والنصر في نهاية في نهاية الكاس ما أعتقل بحط عليه في الوحدة أنا أتوقع يعني الجزء هذا أتوقع الوحدة بيروح ويمكن أن الوحدة في النهاية أتوقع من ناحية نصر الهلال إذا كاسترو إلى الآن ما لقى حل فهذه مشكلة كبيرة لأن حتى اليوم لما في مبرايث نظامك لو تلاحظها لكاسترو يمكن من أكثر مبرايث اللي شفتها مشحون فيها يعني كان يصارخ على أشياء عادية فهمت تمريرها ما جدت صح تلقاي هاو شيش فيك صح صح باس باس فعلا لاحظت ولمست فيه هذا التوتر أنه ترى هو حاسب حساب الهلال من زمان من أول ما تحددت المواجهة هو حاسب حسابه فإذا هو داخل بنفس تعرفون المثل إذا كذا فعلت نفس الشيء في نفس الطريق وتوقعت فعل فأنت غبي فهمت فأنا مع الاحترام الكبر سنك فإذا دخل بنفس الطريق وتوقع نتيجة ثانية ضد الهلال يعني هذا شيء يراجع لك بس فيه عوامل مختلف المرة ديما عن نصر أنا تدري وشي العامل اللي بقى أبغى ألعب عليه لو أنا مدرب إيمان كل لاعب في الهداعش الأساسيين أن هذه البطولة لكم تأخذونها وتأخذون كاس الملك هذا مش طموح أننا نخلص الموسم بس ببطولتين كوس ولكن هذا الباقي من الموسم آسيا هي اللي كانت هدف أول ما توفقنا فيها الحمد لله الموسم جاي نشوفكم دوري خلاص من زمان قلنا حنا ركزوا ورتبوا الأولويات شيل كاس الملك شيل السوفر ادخل على الثقة أن الكاس هذي لك بتلعب نفس ما شفنا زمان أنك بتلعب وتحسنك مختب وجزيات بسيطة ما أنت بقادر تتركز فيها بل أنت غبي كورة ما أنت بقادر تفتكها كورة تضيحها وهي سهلة بناء من الخلف بناء من الخلف هذا الشيء ما أمريش وفا يعني أتمنى يعني كاسر واللعب مجهزين مفاجأة للهلال هلال فريق قوي وهو الآن 32 سلسلة يعني بالسلسلة 32 فوز أنك تكون الفريق اللي يكسر السلسلة هذه والغريم التقليدي وبإذن الله أنك تتوج بهذه البطولة على الغريم التقليدي هذه مثالة كذا تدري خايف عليكم منوش تخلوم على الاتحاد في السلسلة من أكثر والفريق اللي يخزت أول شيء دعونا نتكلم عن كاسر سوفر أنا أعتقد أنها حتى نسخ طبعا هذه الثاني نسخة يلعبونها أربع عندي والهلال والنصر والاتحاد هم الثابتين في النسختين والفيحة والوحدة هنا وهنا في رفع جديد إن شاء الله جايكم أنا أتوقع أنا حتى في المستقبل إلى مدة ممكن طويلة كاسي السوبر السعودي رح يلعب بره السعودية أنا أزعلني التوقيت هذا ما فيه شك لكن أنا أتوقع أنه رح يلعب مستقبلا نفس ما السوبر إيطالي الصديفة والسوبر الإسباني وغيره رح يصدع في السوبر السعودي بره الفكرة حلوة لكن أنا ما أعجب للتوقيت صدق نرجي للمباريات هنا أتوقع مثل ما النصر حاسب حسابها مثل ما التحاد حاسب حسابها مثل ما الوحدة كذلك حاسب حسابها الهلال أيضا حاسب حساب البطولة وما أتوقع أنه بيدخل مثلا بتساهل في البطولة أو أقل أهمية أو شي مثل ما صرح خصوص مثل ما تعودت هنا على الهلال لأن الضغط تبي تكون بطل لازم تعود على الضغطات عندك عناصر عندك عناصر أجنبية عندك محلية مدرب كبير لكل الظروف مهيئة لك لازم كل بطولة تدخل عليها أو تلعبها لازم تجيبها ويكون دافع معنى كبير للآسيا أسلم بيكون دافع معنى كبير في آسيا وحتى يعني الخسارة لا قدر الله ما أتوقع أنها راح تأثر بشكل كبير مرة لا 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 طيب إذا خسرت من النصر بإذا خسرت من الليل خلاص في الذهاب يعني لا إن شاء الله لا إن شاء الله لا تجيب أسوأ سيناريو وهم تقول لي إيش رايك لا لا إن شاء الله لازم تكون مستعد لا لا أنا مستعد للفوز إن شاء الله أتوقع أكثر فريق يقدر يستقبل الصدمات ويستشفي منها بشكل سريع جدا الهلال ياخ عندهم ثقافة جميلة جدا في الفريق في الفوز قبل الخسارة اللي هي إذا اليوم أنا كسبت بطولة يحتفل فيها بعض الأندية بالأسابيع أنا اليوم الثاني أدخل التمارين وكأن الموضوع شي طبيعي وما صار شي فما بالك إذا خرج من بطولة أو خسر فرصة أن يكمل في بطولة أعتقد أن استشفاء ورجوع للرتم شي سهل جدا نأخذ نأخذ التوقعات سوبر يلا نبدو الكلام أنه ما ما صار له شيء الموسم هذا حتى الآن فما شفنا كيف يتعافى منه طبعا طبعا بس ننتكلم على جهاز فن الجديد لعيب الجديد زي كذا فهمت للمبارتين وللنهائي البطل على طول البطل شوف من الجنون أني يقول اسم غير الهلال وفقا للفورم اللي أنا شايفها فهمت الهلال الهلال الأحفة يا أخي ما والله عندي يا أخي ما أدري الهلال أنا الهلال محمد قل النصر لا تصير انهزامي قل النصر لا أنا قاعد أفكر نهاي توقعك للبطل البطل يعني بتعدي الهلال وتشيل هم والله يمكن أوكي على عيني وراسي الاتحاد بس الهلال أصعب فريق في الموسم فمفروضي يعني إذا بتعدي الهلال تكون قادرة تقسمي على أول عشر دقائق بس أنا بقول النصر إن شاء الله نعم لا تصير انهزام يقول فريق يعني البطل من النصر بإذن الله هي يقول النصر وتقديح لماذا أخذ دقيقة طي تفكر لا لا أرى أول عشر دقائق إذا شفت عشرة كذا ضاقتين على الكورة يعني النصر بإذن الله خلاص تمام صمموا عليه مع هدف الهلال سمي والله الموسم ذا وقسم لا تقيل عليه يعني بكونا طيب أنتقل لفقرة بدون زيادة ببدأ معك عمر يعني فيه نقاط كثيرة عن النصر يا أخي والله العظيم بس خلني أبدأ بموضوع تاجعني كاسترو تغيير التكتيك من 4-3-3 إلى 4-3-2-1 سجل 14 هدف في مورتين هل وجد الحل بعد مطار الدوري كذا كتب الأعداد آه أوكي نبدأ أوكي هو تغير الرسم التكتيكي صح صار 4-2-3-1 اللي تحسن 4-3-2-1 أه أنا كنت قلت 4-2-3-1 اللي تحسن افتكاك الكورة استرجاع الكورة استرداد الكورة هذا اللي تحسن لأن في أمبرات أبها توقع سجل هدفين افتكاك كانت من وتافيو ومشى في الكورة وعطاها يعني زمان لما قلت لياسر أننا في الافتكاك سيئين جدا والكورة اللي تيجي هجم علينا ما نفتكها يا تروح زاوية يا تطلع مرة فهمت يعني تضيع الهجمة أو تيجي هدف فحاليا نشوف طلع بروزوفيتش تقريبا في المرة الأولى 12 افتكاك وتافيو نفس الشي عدد مهول من الافتكاك فهذا اللي يتغير في الحالة الدفاعية يعني تحسن حالة الدفاعية وتحسن خط الوسط وهذا الشي يتوقع أن كاسترو هو اللي مجهز للهلال بيتخذ تكتيك غير عن اللي دخل فيه في الدور الأول وغير عن العربية فأتمنى أن التكتيك نفس ما هو ناجح نشوف نجاح قدام الهلال ويتطبق بشكل كويس ونلعب إن شاء الله بالروح بدون أخطاء غبية تكفون النقطة تقول اتحاد ممكن نقطة تكلمت عنها اتحاد والمواهب التي يملكها على الصعيد المحلي عناصر مميزة هل بهذا المنظور أو بهذا التجهيز يعتبر الاتحاد بدأ أول خطوات لتجهيز الموسم القادم وكيف تصورك لشكل فريق خصوصا أن السنة الجاي خمسة عشر محلي فقط في كل فريق أوكي خليني أقول لك احنا تكلمنا في الجزئية هذه الجزئية المواهب أو الاستقطابات اللي لاعبين شابين في الاتحاد بس يعني بعد ما شفناهم وبمعرفتنا السابقة لهم حامد وإحمد وفيصل وسعد الموسى وحاجي وهمامي كل اللي الليعبه أتصور أن الاسم المحلي اللي أنت قدر تتأكد من أنه قادر يحجز خان الموسم الجاي لفريق بطل فيصل حتى الآن ما أنكر أنه كان فيه دقائق ولحظات حلوة الأحمد الساعد الموسى وزيكي بس هي الفكرة أن أنا أحتاجك تكون في القوام الرئيسي لفريق مفروض أن ينافس على ثلاث أربع بطلات السنة الجاي فهمت فأعتقد أن الاتحادين اليوم متأكدين من فيصل لعل بعضهم متأكد من أحمد وسعد بس ما زال ينقص الاتحاد أن يدخل السوق الصيفي الجاي يشوف مين المتاحين ويبني على الموهب الشاب اللي موجود عنده بس أنا شوف فيصل الوحيد اللي أقدر أتخيله في الشكل الأساسي للاتحاد باقي الأسماء شوف لسه محتاجة وقت محتاجة تجارب أكبر محتاجة تتطور مع قاياردو جميل بسعد النصر أنباع مفاوضة النصر لأحد أساطير ريال مدريد هيرو ليتولى منصب مدير رياضي لفريق رأيك في الأخبار وسؤالي لك بما أنك عضو شرف أكيد عندك مصادر وأخبار للأسف أني كنت منشغل بالعبادة الله يتقبل في رمضان الله مطويمان فما عندي الصدق أي معلومة أي معلومة لكن أكيد مساعد لكن لكن هي رأي اسم كبير وتاريخ كبير في ريال مدريد أو في منتخب إسبانيا وخاض التجارب حتى كمدرب للمنتخب إسبانيا المنتخب إسبانيا في خلاس العالم 2018 بعد ما لو بتيقي فإضافة أكيد لو جاء لكن كل شيء يعتمد بس مو بعل هيرو يعتمد على المنظومة الداخلية بشكل أكبر التوافق ما بينهم أن الأفكار والمنظومة تمشي بشكل صح حسب رأي كل أحد وحسب الشروط أو القوانين أو القواعد والأهداف اللي حطينها المجموعة ككل ما تكلمت عن هيرو ولا تكلمت عن مدير تنفيذ ولا شيء تعتمد على جميع هؤلاء تعتمد على أن رأيهم يكون واحد هدفهم يكون واحد طريقة التنفيذ تكون واحدة التفافهم مع بعض يكون شيء واحد تايم بالضبط دقيق ما لتجارة في لدارة الرياضية هيرو صح توقف مع ملقة ما أدري مسك منصب لدارة الرياضية والله أنا ناسي فريق في الدولة الأسبانية بس إني ناسي توقف بيتيس ما أدري ناسي بس إنا مسك شيء دعري في أحد الان يدري لعب في قطر هيرو صح صح موال الريان كم مع فرانك ديبور بعد هو مع القشة عرفت اللي جوا باتيستوتا وغوردوني باتيستوتا في العربي وديساي هو مع الفترة دي أتوقع وديساي الغرافة أربع كده طيب وعلى طاري استرجاع المعلومات رتذكرت أقول لي في حالتين طرد على صارت عهلال السندي سافتش سافتش ضد الرائد بلايه بلايه متى نصر بعد مبراه مع النصر بعد ما صفر الحكم إلا نطرد في وقتها ولا في وقت براه يوم راح تفل مع الهدف الثالث ما شبتها الصدق عند الشبك يوم طالع الجمهور سافتش يوم يطرب مع دفع الرائد يذكرتها يزيد فضلك شكرا بساعد جمهور دكة اللي دائم ما نستغني عنهم سؤال من عاشق النصر مو مو لك مو لك ولا المعاد هو سؤال عام يقول ما رأيكم في قرار الاتحاد السعودي اللي هو يكون فقط 25 لاعب لكل نادي فقط أنا بقول مع حجم الإصابات اللي قاعد يصير اليوم كيف يكون وضع الأهلي والاتحاد طلع من فئاتك السنية الله ليهينك لأن اللاعب اللي في الفئات السنية اللي تحت 21 غير مدرجين في القائمة فتقدر تستدعيهم في أي وقت فهمت؟ يعني بمعنى إذا عندك لاعبين 15 لاعب المحلي قصدك إنه عادي لو أشيب لاعب من الكبار بديلة لعب الفئات السنية أنت عندك 15 لاعب محلي و 10 لاعب محترفين صحيح أي لاعب تحت 21 سنة تحت 21 سنة تحت 21 سنة ما راح يكون مدرج في القائمة الـ 25 هذه فهمت؟ يعني راح يكون سلوت أو خيار إضافي لك تسجله فلو عندك فئات سنية واعدة أو عندك 10 لعبة أعتبر عندك 35 لاعب في القائمة فهمت؟ فطلع من فئاتك السنية تطلعهم مع الـ 25 عادي؟ لا تقدر تستدعيه في أي مباراة ولا في أي وقت يصاب لاعب مكان لا بمعنى لما ترفع قوائم اللاعبين للجنة الاحتراف أو لدات الموسم ترفع 25 لاعب أي لاعب موجود عندك مسجل في كشوفات النادي في الفئات السنية تقدر تستدعي في أي مباراة يسافر معاك ويدخل قائمة الفريق بدون ما ترسلها للتحاد السور أسأل عنك بدون ما يكون أهم شيء يكون تحت سن 21 سنة هذه السنة الجاية عنده لاعبين تقريبا أظن تحت 21 في لعبة بتكمل 21 وبتخلص يعني زي القحطاني والجوير أعتقد رضيف هو الوحيد اللي ما بيكمل فيكترون يستعينون فيه فقيه يعدي أتوقع والله ناسي قرأتها قبل فترة بس نسيتها الأهلي تقريبا من اللعيب الحالين الموجودين لا يوجد أحد تحت 21 بس عندنا كلاس أولمبي جايين النصر عنده 43 لاعب السنة الجاية حنا في الفئات السنية هذه السنة توقع من أحسن السنوات من أحلى السنوات يعني أتوقع كخيارات في ممكن تسع ثمانية هم الوعدين يقدرون يلعبون غير مثلا العليا والنمر مران كمال في واحد تنبكتي يعني فيه جايك فريق أولمبي كويس تصدق ما شايكنا السنة ذي مين متصدق دولمبي الشباب كانت بالعادة تشوف الناشئين ولا الشباب الناشئين والشباب شوف الشباب إذا ما خب ظني المتصدر إذا ما خب ظني هو يا الشباب أتوقع أو النصر يا أخي زمان أيام البث لما كانت مع السعودي الرياضية يا أخي كان فيه اهتمام بالفئات السنية وكان فيه يعني يصير فيه حضور يصير فيه متابعة للمباريات حق الدولي تحت فيه منصة هنا حق تحت سعودي ليتنقل لميع مباريات فيه منصة تقدر تشوف فيها وتابع مباريات الأولمبي والناشئين والفاتسنية والفاتسنية والمنتخبات بس أثناء الشيء غير معروض للبيع عموما نشوف هو القرار جميل إذا استخدم صح يعني فيه ممكن سنة الجاية أو السنوات القادمة فيه بعض الأندية ما تقدر مثلا على أنها توفر لاعب محل مواصفات عالية مثلا فيكون مناسب إنه يلعب في نادي معين والنادي هذا يقدر يجيبه بحكم أن النادي الأسباق استغنى عنه فهمت؟ فهو خيار جيد يعطيك ممكن أن لعب المحلين يلعبون فيه أكثر من الأندية الكبار مثلا ويأخذ فرصة فرصة ممكن نقول جيدة في نادي ثاني لكن إلى الآن ما تقدر تحكم عليها ممكن إذا وقت ضغط الموسم ووقت النتائج ووقت كده ممكن تعرف هل هو قرار سليم أو قرار يعني غير سليم لقائنا الجواب كما محتاج بحث سريع يلا دائما نتعرف الجواب خليهم يتوقعون الدوري خلص الدوري السعودي الممتاز يدرد الشباب تحت 16 سنة من البطل النصر لا لا لهلي والله أنا مبسوط مبسوط وإن شعار ونصر يحتفلون نصر براعم حق ابو ناجي إيه البراعم إعيال تكفون خليكم من لهلي بطل الدوري الدوري الشباب قائمة الهدافين تدلون أول خمس هدافين ولا واحد منهم يلعب في أندية النصر واللهلي والاتحاد والهلال واحد في العربي صح ما في عربي في العروبة الرائد نواف سهلي عشرين هدف الشراري العروبة ثمان طاعش العريني التعاون سبع طاعش فريج الجيزاني أحد خمس طاعش وجلال السالم في الاتفاك ثلاث طاعش والأربع أندية في الفئات السنية مع أن السادس من الأهلي والسابع من الأهلي والثامن من الأهلي بس كلهم مجنحة حتى تدري ممكن حتى يكونوا في استقطارات اللعبة هذول الناشئين مثلا يلعب في الهلالة واللعب في النصر والاتحاد هم من هنا يبدون ثم بعدها إذا يحتاج الفرق الأول طيب نروح لبعده من جمهور دكة يقول إيش رأيكم في نادي القادسية وتتوقعون وين بيوصل في المستقبل إذا صعد أتوقع ممكن يكون من التوب سيكس بكل سهولة يعني فريق شغال صح فريق حتى على المدار السنة الجاي إن شاء الله بعدين من الآن أو قبل حتى بعدين من زمان يشتغلون فالسؤال إيش؟ إذا صعد السؤال السؤال وين توقعون بيوصل القادسية وكيف شايفينها؟ الدوري الممتاز يعني زي ما قلت دوري الممتاز وتوب سيكس إذا صعد يعني أو التوب سيذن يعني أتوقع يعدل اتفاق تعلم أنا متحمس أكره هي متحمس له في موسم القادسية من الكوتش اللي بيختارونا في الصيف؟ هو الآن آخر مرة كنت أعرف حق فاولر الإنجليزي صح؟ مية في المية ما رح يكمل أتوقع مية في المية ما رح يكمل أتوقع مية في المية ما رح يدربه صحيح أو مفروض مش ها مش ها فاولر مش ها هو يتعاقد من أول الدوري ما أعرف الصراح ما أعرف توهي؟ تونا مدحي يروح نسيته مدرب تأكد بالله أبو سعد هذا يعرف مدرب بوبي فاولر بس أتوقع أنه متصدر أو الوصيف متصدر لا لا متصدر ترتيب متصدر متصدر وفارق بعد وتقريبا حسمت مقعدين أو مقعد في اللي بيطلق طيب عمما يتأكد يتصدق يتأكد أبو سعد نروح للي بعده يقول لك الاتفاق وهو أكثر نادي غير الأربعة حصل فيه تغيير كبير ودعم بالشتوية سواء من عضاء شرفه ومنجل السيدارة وجابوا لهم أفضل لعبين أندية الوسط مثل الوسط والهجوم مثل إيكانبي ومدران ليش يقدمون مستوى نتائج سيئة وخصوصا المباراة الأخيرة مع الفتح لا زالت عقدة الفتح مع الاتفاق ثلاث سنوات متى تالية ما يفوز الاتفاق على الفتح ما رأيك باقي فاولر لا مين شاسمه ميشيل قنزاليس جابوا في عشر راها ثلاثة عشرين شهر عشر راها أكتوبر أكتوبر يعني بداية ثاني شهر من الموسم تقريبا والله نصدمت الشباب قاعدين يندحون وفاولر ماشي لكم ستة شهور فاولر لا يا أخي والله الواحد ما عدي يلحق لا لا بصبت والله معني متابح حساب القاتسية أنا في كل مكان بس ما مرت عليك والله مدرب يعني ميشيل قنزاليس لها سيفة جيد والله من عيالنا في الليقة صح؟ هي اسم ليقة يا أخي تابعتوا الاتفاق والفتح نرجع السؤال هذا عن الاتفاق تابعت الاتفاق والفتح أنا شفتها كاملة ما عرف ليش بس شفتها كاملة والله بلتش يعني الشطر أول خمسين دقيقة خمسة وربعين دقيقة وخمسة دقيقة وقت ضايع ما أخذ الكورة في نص الملعب ومخلي قاسم لا جامي واقف كذا وقال الجرد تعال الاتفاق كان مخنوق مقدر يطلع مع أن الفتح قاعد يلعب غياب يعني محرك الرئيسي باتنا اللي لفترة غايب بدون جانيني قاعد يلعب بالشرفة كرأس حربة مع ذلك سيطر عليه وتوفقه بهدف دقيقة ثمانين لزلاريان اللي صار نجم الفريق حاليا وقاعد يلعب يعني سنوات عمره يعني من أحلى الصفقات اللي صارت السنة رايح جاي مع الاتفاق الدر الأول كان هدف جانيني دقيقة 94 كذا اللي جابها في ملعب الاتفاق وفازوا في ملعبهم كسروا عقدة عدم الفوز في ملعبهم بعد سبع مبرايات أخيرا سبع مبرايات عاد لهم إن شاء الله أنا تفلسف بالمعلومات وإن شاء الله أنها سبع مبرايات ما فتيت فبصراح يلعبون كورة حلوة استمرار لتصاعد ونزول الفتح الاتفاق مع جرر تكلمت أنا معاكم قبل أسبوع إن إلى الآن طالما كل هذا متاح لك وطالما فضلت أنك ما تبني على الأسماء الشابة اللي موجودة عندك وشفت أن أنا مش في الوضع الحالي اللي خليني أبدأ أعطي دقائق وأجرب صغار لا أنا محتاج لعيبة لها خمس ست سنوات في الدوري وتيجي تقدر تمسك خانة أساسية عندي مع ذلك الاتفاق في الدور الأول مشى في سلسلة سبع مبرايات بدون ما يسجل ولا هدف أصلا تعثرات اليوم عندي زي الفتح والتعاون اللي مثلا كان استعدادها وصرفها أقل منك متقدم عليك في الترتيب فما عرف إذا الفكرة الاتفاقية الموجودة إنه جررت هنا مش عشان السنة دي مش عشان السنة دي أنا أحتاجها لخمس سنوات قدام ممكن أنا سمعت أن الاتفاق الآن شغال على أول برنامج أو أول مدرسة لإستكشاف المواهب موجودة في السعودية يعني سكاوتينج تيم كبير مرة بيكون لها مقار ويكون لها يعني زي ما تقول منشأ وصول جامدة يعني للشغل هذا فريق كشافين صح فريق كشافين يعني جاي من بريطانيا وجاي بتكلفة وجاي بأكبر خبرات موجودة في السوق فممكن الفكرة الاتفاقية الموجودة أنني لا أريد أن أحقق شيء سنة دي أنا بس أريد فريق متماسك فريق قوي وأبني عليه وأرى ما يمكن أن أنتج أما إذا كانت الفكرة أن لا إحنا محتاجين نشوف فريق كورة كويس من الوقت فجررد مو قاعد يقدم الشيء ذا وهذا مو رأي أو رأيكم هذه النتائج اللي قاعدين نشوفها من الاتفاق أنا كنت أرى في ذات المونسم لما كنت حتى كنت أمتح جرار في مكتب القديم كنت أقول حب الأسلوب لي سوي جرار توقعت أنها بتكون تجربة مشابهة لتجربة سكوتلندا اللي يعني درب فيها ولكن إلى الآن أو إلى النتائج السابقة يعني تقدر تقول تجربة أسطنفل تقريبا لأن زمان يا أخي فرينجرز أنا قرأت مقال كاتبين أنه كان شايل باب المكتب وكان يقول للصغار تعالوا كلمون لا تروح الإعلام أو إلاع تعالوا كلمني على طول فكان يعني فارض سيطرته ماسك الفريق كانوا مقدمين أداء كويس توقع جابوا الدوري كذلك كسر حيمنة سلتك فأنا معاك يعني معاك بكل شيء قلته أتفق معاك مئة بالمئة عاعد راسي شكرا لك سؤال يقول وش اللي مخلي التعاون السنة هذه مميز ومنافس رغم انتقال عناصر كثيرة من التعاون أو يمكن أهمها في وسط الميدان ميدران وصابت متايس وبارو ماتيس وبارو وليد الأحمد صار عليه رغم ذلك وليد الأحمد بعض مصاب وليد الأحمد مع ذلك لازالوا التعاون منافس لازالوا التعاون في أداء مستقر ما السبب؟ مدرب؟ لاعبين؟ استقرار؟ أنا أتوقع عامل إداري مميز وشاموسكا في اختيار المعيبة والجودة والإدارة التي يدير بها شاموسكا مجموعة صراحة أنا معجب في شاموسكا بس أتوقع أنه سبق درب في غير التعاون درب النصر وشاموسكا شباب والهلال أتوقع عفواً بدروا اللي يدرب جامل التعاون أوكي سوري شاموسكا هائل في الأربع يام الماضية تابعت للتعاون الطائي اللي كانت في حايل وشفتهم اليوم لما كنا مشغلين شاشة ثانية التعاون والاتحاد قدم أثنيت على شاموسكا في مبارات الطائي يعني مبارات الطائي ترايح لحايل وطائي محتاج للمبارغة كثير منك الطائي يعني في سراع لجمع النقاط الحين وانت تقريباً في وضع يعني في ترتيب الدوري أفضل كان غايب ماتيس وكان غايب بارو صار معاذ فقيه في الدكة وتقريباً مستغني عنه وقاعد يلعب بأظهرة شابة جداً صابة وليد الأحمد كثير من الظروف رجع أحيا الفريق في شتوية بجوانكا ومحمد الكويكبي جواو بيدرو لقى نفسه فكانت المبارات التعاون متأخر 2-1 بعد كده رجعت عدل 2-2 فأخر 10 دقائق الغريب في الموضوع جيروتو وسناتر التعاون كانوا داخل 18 في الطايف فجايين بعقلياً نحن نبغي المبارات أكثر منكم وإحنا الفريق الأفضل وكانت محاولة بر محاولة من الطرف اليميل لطرف اليسار واستطاع فعلاً في الأخير التعاون من هدف الكويك بفاخر دقائق أنه يفوز في المبارات ويطلع ب3-2 من حال في المبارات ما هي سهلة العيب اللي لاحظت اليوم على شاموسكا والتعاون أن أنت قاعد تلعب ضد الاتحاد في جدة والاتحاد صراحة من الأندي اللي تلعب بضغط صراحة ملفت على الأقل قاعد أكتشفه في الأيام الماضية ليش كنت مصر شاموسكا تلعب طوال 90 دقيقة بأنك تبني الكورة على الأرض وتلعب الكورة والباس اللي كانت قاعد يضغط عليك فيه يعني اليوم بس لما عيني تيجع الشاشة في أكثر من 7-8 حالات يكون لعب الاتحاد في زيادة عددية وفرصة محققة لتحد أن يسجل منها بسبب ضعف أو بسبب سوء في البناء أو ثقة مفرطة سواء من المهديوي سواء من العاطين اسمه العيري فلافيو كثير لعبة كانت تنحط في موقف صعب فليش ما اخترت أنك تلعب و ترى عبيض هو و بدرو و المنويل عبيضين ترى كلهم من لعب على الأرض يعني بدرو لما تشوفه ترى كده تكتيكة مع الخليج كده قد الهلال بلاب على الأرض النصر بلاب على الأرض بيدرو عبيض جدا صراحة مدرسة التعاون حلوة طيب سؤال يقول أكثر فريق صدمكم بمستواه الموسم نبدأ من ياسر صدمني صدمكم بمستواه الموسم أكثر فريق صدمني ومستواه طبعا نخليها صدمة إيجابية و صدمة سلبية سواء كنت متوقع شي واو و طنعت ماش أو ما كنت متوقع يسوي شي و سوى مو شي واو بس أكثر صدمة يعني سلبية تقريبا نادي الرياض ما توقعت أن بعد صعود الرياض بيكون بالوضع هذا الدوري يعني تقريبا من الآن صار في نقاش مفتوح أن الرياض و أبهاو الحزم تقريبا اللي بيرحلون مع أن الفارق ما زال يعني في الملعب موجود يقدرون يتعافون بسرياض من أسوأ الفرق دفاعي و من أسوأ الفرق هجومي عاجز في معظم الأحيان فكانت صدمة التي توقعت أن يكون سعادة مفضل صدمة إيجابية أكيد أن الهلال يعني في أحسن التوقعات الهلال ممكن يكون بطل الدوري هو المرشح الأول بس 32 مبارا و ربعض بسرسلة فوز صدمة بصراحة معال صدمة السلبية برأي ممكن الاتحاد طبعا الاتحاد جايكها بطل دوري و في الأخير الاتحاد الاتحاد أنا ما كنت أبدا متوقع الاتحاد يطرب هاي الشكل والله الصدمة الحلوة ما أقدر أقول لك أن يعني بس أبدا ما كنت متوقع كده اللي هو الهلال صراحة ما كنت متوقع كده أوكي طبيعي بس ما كنت متوقع السلسلة هذه العظيمة و 40 مباراة بدون خسارة و سلسلة 32 بسيجيني 32 مباراة فوز بسيجيني بسيجيني عمر نزل لي صدمة سلبية طاي طاي خلاص قرر قرر شوي صدمة سلبية طاي ما توقعت هي كون ما توقعت كون يعني هي مواريها يعني من الإقالة والسبيس مواريها لكن دائما لشهادت الدمدم ويا الله شباب نعدي يعني جايين من صعود تقريبا من قبل سنتين وغبنا طويل بس ما حسيتنا هباينا لما خرج سعيود ومسونة نا ما توقعت توقعت التعويض بيكون أفضل يعني يعني توقعت إذا مرة مرة هجت 16-15 16 إذا مرة 16 إيش في الترتيب يعني 16-15 وبترجع شوى 16 يهبط يا حبي لا يعني تطلع شوي فهمت إذا مرة الحين أنت 17 وبقي لك سبع مباريات بقي لك سبع مباريات ما أنت بشايل منها جاي هو 16 الآن أيه هو قبل الأخير 17 17 قف أجلبها وين 16 كلهم نفس نقاط نفس نقاطي نفس نقاطي 16 بديكتزبن شوي 17 لا يعني أتوقع هذه الصدمة بس ترى الأخدود اللي هو 15 والرياضة 14 كلهم تقريبا فرق نقطة حتى الرايد والله يا رب 27 بكرة الجولة بتكون ممتعة براية السبت ترى بيكون فيها كلاشس كذا كل واحد شباب معمي يعني بتكون بست نقاط لأغلب الأنديا شباب معطاي في أرض الطاي صايد الكبر طيب يعطيكم العافية حلقة كانت ممتعة جدا وما قصرته والعشر مبارك عليكم مرة ثانية وكل عام أنتم بخير وأول مرة نقول لكم عاد عيدكم والله يجعل إن شاء الله أيامكم كلها عيات وفرح ونشوفكم إن شاء الله بعد العيد بعد السوبر وبعد آسيا يعني إن شاء الله أنا الجولة القادمة بإذن واحد أحد نراكم على خير تصبحون على خير تمسون على خير حسب وقتكم ومع الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر